مرحبا بكم في هذه الحلقة السابعة التي نستأنف بها حبل تفكير كنا نعلم من البداية أنه طويل ممتد مسألة الخوف ليست من الموضوعات التقليدية في التناول الفلسفي ولسيما ضمن المدونات الفلسفية العربية ولكن هذه الحلقات علمتنا أن التناول الفلسفي للخوف وبوجه عام لهذه الموضوعات التي ليست من أشياء الفلسفة التقليدية لا بد أن يمتح من موارد هي ليست فقط مختلفة ومتنوعة ولكنها خاصة غير فلسفية بالطبع تتوقف الفلسفة عند كل موضع وليس من طبعها منذ أفلاطون أن تستثني أي موضع من المواضع من قابلية التناول الفلسفي للفلسفة في كل موضع من المواضع توقف واستراحة هو بمثابة الموقف ولكن الفلسفة لا تتوقف إلا لتعاود انطلاقها نحو نفسها بحيث هي متى استعادت ذاكرة ذلك التوقف لم تكن تلك الاستعادة لها إلا ذاكرة خبرتها بالأشياء وأنها لا تتكلم من فراخ وقد سألني بعض أصدقائي الندوة ندوة تاريخ الخوف عن الغرض من هذه المداورة الطويلة التي تقوم بها الندوة خلال هذه الحصة وخلال ما يليها ما سبقها وما يليها من الحصص لتتعرض إلى خطابات ليست في تقليد الفلسفة الأكاديمية المباشرة مثلا ابن حزم مع الأستاذ عبد المجيد العطواني المقاربة العلاجية للطبيب النفسي مع الصديقين الصديق الجدي وريم الرفرافي ثم التاريخ الثقافي للخوف اليوم مع الأستاذ لطفي عيسى ما سيأتي بعد هذه الحصة من حديث عن تشكيل الخوف بالفنون التشكيلية مع المعز لهايبي من حديث عن مصالح الأبدان والأنفس لأبي زيد البلخي مع الأستاذ سالم بخداجة من حديث عن قصص الحب مع الأستاذ سلوى السعداوي عن الخوف في قصص الحب ولعل هذه السلسلة ستستألف بشكل أو بآخر مع العودة الجامعية والأكاديمية المقبلة سيكون جوابي عن هذا الاستفهام كما يليه إن أي تاريخ للخوف يريد أن يكون فلسفيا هو تاريخ جغرافي جيولوجي لابد أن يرصد أمكنة الخوف المختلفة وطبقاته المتراكبة ليتمكن من بعد ذلك أن يسوغ خطابا فلسفيا حوله مثل هذه المقاربات هي التي تمت في الفكر الغربي ومنها مثلا تاريخ الجنس لفكو هي مقاربات ليست مألوفة في الفكر العرار ولذلك تعمد هذه الندوة ندوة تاريخ الخوف إلى تعديد أمكنة الخوف وإلى استطلاعاتها المختلفة والمتنوعة والمتعاقبة والمتناظرة لا يوجد مكان واحد بالمعنى الموضعي للمكان للخوف ولا يوجد خطاب مختص به هذه الندوة تطرق كل الأبواب وكل الصفائح التي تكون فيها الخوف من أجل أن ترصد طفرات الخوف وتحولاته ضمن خطاب فلسفي يمكن أن نسميه بكل حذر في الوقت الحاضر جيولوجيا الخوف ولكن كذلك أركيولوجيا الخوف طبقات الأمكن فيه وتحولاته المصرفة في الزمان أحب دائما أن أستحذر إحدى المحاضرات الأولى التي ألقيت على كرسي الندوة وهي محاضرة الأستاذ نوردين كريديس التي حاولت أن تتصدى للخوف وأن تستبعده ضمن مقاربة نفسية دافئة وانتهت إلى هذه الخاتمة لقد ول زمن اليقين وحل زمن لا محدود واللا مؤكد وهذه تجربة جديدة نعيشها جميعا ومعا الأطفال والشيوخ والنساء والرجال في جميع القارات وتذكر بأن الإنسان واحد والخوف واحد وردود الفعل هي هي فنحن كلنا على نفس المركب ولكن ليس كل الأشخاص قادرين على خوض هذه الرحلة الداخلية والخروج منها بأقل الأضرار لذلك وجب الاحتياط والحذر وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمرافقة الذين هم في حاجة إلى ذلك وتقديم الإعانة والنصيحة والمتابعة واستباق المخاطر كما هو الحال أحيانا في بعض البلدان وبعض الجهات هاتف أخضر للرعاية النفسية والاجتماعية مثلا وتطويق ما بعد الأزمة بالقدر المستطاع أنا اليوم سعيد باستقبال صديقي الدكتور لطفي عيسى الذي سيحدثنا من زاوية علمه بتاريخ التمثلات والتاريخ الثقافي عموما عن تاريخ الخوف في الثقافة العربية الإسلامية سعيد أيضا بأن تتم هذه المحاضرة لأول مرة بالتعاون بين المجمع وقسم العلوم الإنسانية والاجتماعية به من جهة وبين معهد تونس للفلسفة وندوة تاريخ الخوف من جهة ثانية اسمحوا لي إذن أن أشكر الأستاذ محمود بن رمضان رئيس المجمع على إتاحته للفرصة من جهة وأن أشكر قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية وعلى رأسه الأستاذ مونيرا شابوتو أولا ثم الأستاذ عبد الحميد هنية الذي لم يتعاون معنا فقط بل شجعنا ورحب بمزيد التعاون في قادم الأيام واسمحوا لي الآن أن أقدم الملامح العامة لمحاضرنا الأستاذ الدكتور لطفي عيسى لطفي عيسى أستاذ التاريخ الثقافي بجامعة تونس من مواليد مدينة القيروان في الثاني من مارس سنة ثمانية وخمسين وتسعمائة وألف تلقى تعليمه الأساسي والإعدادي والثانوي بنفس المدينة وشده إليها ترازها المعماري الفريد ومخزونها التراثي والتاريخي الكبير كما انتبه صبيا وشابا يافعا إلى تقاليدها الاحتفالية ذات الطابع الديني الشعبي المشدود إلى التراث السوفي وأرباب صلاحه وهو شاغل خصه لاحقا بالعديد من الدراسات الفارقة في التاريخ الثقافي المقارن لما وسمه بمغرب المتصوفة والملاحظ أن شغفه بمجال الإبداع وغيره من ظروب الإبداع الفني كما انتسابه شابا في عشرية سبعينيات القرن الماضي إلى جامعتي نوادي السينما والسينمائيين الهوات قد كان له بارغ الأثر على طريقة تعامله مع المعرفة التاريخية التي حاول إخضاع عملية صياغة مختلف مضامينها وتجديد نماذج تحليلها أيضا من بوابة ردها إلى شواغلة أحالة على التاريخ الثقافي في مختلف مجالاته وأبعاده وتجلياته السياسية والاجتماعية والجوانية في آن لذلك يستقيم اعتبار اهتماماته البحثية ومنشوراته الأكاديمية منشدة إلى تاريخ بلدان المغارب وجنوب المتوسط الاجتماعي والثقافي وذلك ضمن أمد زمني طويل جسر المرحلتين الوسيطة والحديثة وحاول مراجعة التحقيب الزمني الغربي بالقطع مع حواجزه الاعتبارية والتعويل منهجيا على تصورات عابرة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية أدار لطفي عيسى قسم التاريخ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس وترأس اللجنة الوطنية للتجديد الجامعي في التاريخ والتراث واللجنة الوطنية للتأهيل والدكتوراه والجمعية التونسية للدراسات التاريخية كما انضم إلى لجان الانتداب الجامعي في جميع مستوياته ورتبه وتخصصاته المتصلة بالتاريخ والآثار والتراث والفنون وساهم في عضوية لجان العديد من الجوائز الدولية في الآداب والعلوم الإنسانية والفنون الموسيقية وهو يترأس حاضرا لجنة التبريز في التاريخ كما عهدت له وزارة التعليم العالي بترأس لجان تقييم العديد من هياكل البحث ضمن اختصاصات التاريخ والانتروبولوجيا والدراسات الحضارية تحصل في الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض تونس الدولي للكتاب على جائزة طهر الحداد للدراسات الأدبية والإنسانية عن مؤلفه أخبار التونسيين مراجعات في مدونات الانتماء والأصول ويمكن الاطلاع على محتوى مساهماته النقدية في المجالات السياسية والمدنية والثقافية والأدبية الجمالية على صفحات مدونته الرقمية أذكر بعض أبرز مؤلفاته باللغة العربية في سنة تلاث وتسعين أخبار المناقب في المعجزة والكرامة والتاريخ دارسي راس للنشر تونس أربعة وتسعين مدخل لدراسات مميزات الذهنيات المغاربية في القرن السابع عشر دارسي راس ثمانية وتسعين تحقيق كتاب نور الأرماش في مناقب القشاش للمنتصر هل أنطقوا جيدا؟ للمنتصر ابن المرابط القفسي نشر المكتبة العتيقة بتونس بالاشتراك 2005 السلطة وهاجس الشرعية في الثقافة الإسلامية دار أمل للنشر مغرب المتصوفة من القرن العاشر إلى القرن السابع عشر الإنعكاسات السياسية والحراك الاجتماعي مركز النشر الجامعي في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية سنة 2007 كتاب السير مقاربات لمدونات المناقب والتراجم والأخبار دار المعرفة للنشر في سنة 2015 بين الذاكرة والتاريخ في التأصيل وتحولات الهوية منشورات إفريقيا الشرق في الدار البيضاء سنة 2016 تجارب الانتظام الصوفي في تونس منشورات مؤسسة مؤمنون بلا حدود ضمن مؤلف الحالة الدينية بتونس سنة 2015 ثم نشيرا في بيروت سنة 2017 البعد الإفريقي في السياسة الخارجية التونسية 1956-1986 نشر المعهد العربي لحقوق الإنسان سنة 2019 أخبار التونسيين مراجعات في سرديات الانتماء والأصول دار مسكلياني للنشر والتوزيع في تونس سنة 2021 تاريخ المغارب المقارنة الأزمة والدولة والانتماء دار مسكلياني سنة 2021 مساءلة الانتماء من منظور المباحث التاريخية التونسية منشورات دار كاليبة تونس سلسلة البصمة والمنوال التي يديرها هو في سنة 2021 سنة 2020 وفيه السيديوه مع sometimes وفيه السيديوه عاما درست 50 هل عملا أنت عاما عاما عملا وخالص ورق أستر غزبر لسجنز رسولة السرورة مريضا مريضا وخير ديفيفور فيه والحفريق studies volume 16 décembre 2007 sainteté et histoire sociale en ifriquia le temps des médiateurs dans acte du colloque international acquis apport et perspective de l'anthropologie historique organisée par le crs et la faculté des sciences humaines et sociales de tunis du 19 au 21 avril 2007 et publié au cahier du crs dans la série anthropologie ethnologie numéro 3 à tunis en 2010 fesse et tunis promenade spirituel publié à tunis en 2011 dans la tourmente de l'exil plaidoirie d'un maurisque originaire de murcia installé à tunis au 17e siècle dans les maurisques cahiers de la méditerranée publié en décembre 2009 deux notes sur l'anwar nabouïa de abd rafael andel aussi dans empreinte espagnole dans l'histoire tunisienne études réunies par sadaq abou bakr et clara inham alvarez d'opico édition est reya espagne en 2011 la tunisie post révolutionnaire société civile et activisme politique la tunisie du 21e siècle quel pouvoir pour quel modèle de société numéro spécial publié en 2012 107 1 1 2 1 3 e 1 1 1 2 Et 2 2 1 من الإرادة ومن خروج نظام الطبيعة الحديث ونظام العالم الجديد عن سيطرة الإرادة التي واكبت تكونهما حتى باتت تظن نفسها أنها وهي التي أنشأتهما هي التي ستستأنف نشأتهما لذلك فما إن خرج توازن الطبيعة عن نظام التوقع وحساب المستقبل حتى سرت بين الناس بين مواطني العالم مواطني الخوف قشعريرة خوف واحد ماذا يمكن أن يحدث لي غدا؟ وهل يمكنني إذا غادرت باب البيت أن أظل مطمئنا قادرا على ترسم مستقبل لي؟ فيبدو الخوف من المستقبل هنا خوفا من عدم القدرة على تمثوله واستحضاره أعني من عدم القدرة على مواصلة إخضاعه إلى نظام الحاضر ليس هذا المشهد إلا جزءا من المشهد لأن الفكرة التي يراد اليوم ذرها على عيوننا هي أننا ننتمي إلى نفس التاريخ لسنا ضمن تاريخ واحد وعلينا اليوم أن نطرح بشجاعة سؤالنا هذا هل إن الخوف الذي يوحدنا بمفاعله ولا سيما بمشاهد الموت العنيف هو نفس الخوف لا يمكننا أن ندرك مكامنا الخوف فينا إذا نحن لم نطرق تاريخ المدن وتاريخ الجنس والمجون أعمال الرسم والمعمار تاريخ الشعر وتاريخ التصوف وتاريخ الكلام ومراسلات الملوك وقادة الجيوش وكتب المذكرة وتاريخ الحمقى والمغفلين وتاريخ الجنون وسير العلماء والفلاسفة لا شيء يعزب عن هذه السردية التي تجد في نصوص الفقه نظير ما تجده في شعراء الخمارات والمطاعم لكأنما تحكمهما كما عند ليبنيتس هارمونيا سابقة ين أغمني بخي تابلي الأستاذ لطفي عيسى مرحبا بك فيما تقترح عرضه علينا اليوم إذن يبدو تاريخ الصوف في الثقافة العربية الإسلامية مراوحا بين زمانين كما تقول زمن للشدة وزمن للفرج أظن أن التنوخي قال الفرج بعد الشدة شكرا لك ولك أكيد شكرا سيموحمد على كل هذا التقديم المطول وأعتقد المشريدة أيضا يعني إذن أريد أن أشكرك شخصيا سيموحمد لاستضافتي في هذه الندوة المطولة كما لحظت والتي أخذت منك سنة ويبدو أنها ستأخذ منك سنة أخرى في اعتقادي وهذا أمر مفيد جدا بالنسبة لنا لأن هذه مناسبة تبذل فيها الفلسفة نفسها لمعارفة مجانبة لها قد تتعامل هي بنفس المناهج أو بمناهج مختلفة لكن المفيد في كل هذا أن نقارع الفكرة بالفكرة حول مسألة تبدو أساسية محورية اليوم عندما نطرحها نطرح معها العديد من الهواجس هواجس تحيلنا على ماضينا البعيد وهواجس أيضا تحيل على ما هو آت أو وكذلك ما هو حاضر طبعا كل هذا مهم جدا ولا بد من الإشارة إليه في باب التحية أيضا أردت أن أحيي قسم العلوم الإنسانية بالمجمع الذي سبق ونستضافني في مناسبة سابقة وهو يستضيفني اليوم وأنا ممنون كثيرا لهذه الاستضافات أردت أن أشير في البداية أنه عندما عرض علي سيمو حمد هذه المسألة وهذا مر عليه تقريبا الآن قرابة السنة وكنا نعيش لحظة الخروج من الجائحة تقريبا في كل العالم وكانت تساؤلات هنا تساؤلات كثيرة سيما ونعيش حالة انتقال في البلاد التونسية انتقال وجائحة ويعني كل هذا ليس بالأمر البسيط الأسئلة لا تهم في الحقيقة أن نخب بل تهم كامل المجتمع التونسي إلى أين سنذهب بأي طريقة سنتعامل مع حظيرنا ونتعامل مع مستقبلنا ثم كان لابد أن نتروى قليلا قبل أن أقترح شيئا ما وكان بالإمكان اقتراح شيء مستعجل يتعلق بما نحن نعيش يعني باللحظة التي نعيشها بلحظة الجائحة ولكنني فضلت أن أتريث قليلا وطلبت من سيمو حمد وقابل ذلك أن أقوم بهذا العمل لاحقا وبشكل مرتب قليلا وأعتقد في آخر الأمر أن هذه المسألة كانت مهمة جدا بالنسبة لي لأفكر في ما يمكن أن نتحدث فيه وبالتناظر هذه السنة اشتغلت على مسألة في تاريخ شرقي أساسا مع طلبة تتعلق بابتكار اليومي من خلال كتب أو صنف من الأداب المعروفة اللي هو التراجم كيف يمكن أن نعيد الاشتغال على التراجم من وجهة نظر علاقتها بابتكار اليومي في الحضارة العربية الإسلامية سواء كان ذلك في بلدان المشرق أو في بلدان المغرب وصدفت أشياء عجيبة عندما بدأت الاشتغال على ذلك طبعا مع طلبتي في الندوة لكن أيضا مع طلبتي الذين يشتغلون على أطرحات وهذا ما كانني في آخر الأمر من العودة مجددا أو معاودة الإطلاع على ما وضعه ميشيل دوسيرتو في كتابه الإنفنشان دومان أو الإنفنشان دو كوتيديان سبحاني الإنفنشان دو كوتيديان وضمن كتاب ابتكار اليومي لميشيل دوسيرتو نجد فكرة محورية أو فكرتين على الأقل فكرة الاستعمال كيف يتحول الاستعمال الاستراتيجية ونحن نعيش حضار التبضع والاستعمال فيها مسألة مهمة ومهمة جدا وفكرة ثانية التي هي فكرة تحيل على المجال العسكري والتي هي علاقة الاستراتيجية بالتكتيكات وكيف تتحول التكتيكات إلى استراتيجيات وعندما ندرس اليومي نفهم جيدا هذه المسألة قلت لو حاولنا أن نرجع ذلك إلى شيء له علاقة بالثقافة العربية الإسلامية بشكل عام ونترحه من وجهة نظر زمن الشدة وعندما أتحدث هنا عن زمن الشدة هذا يفصلني في آخر الأمر على الجانب الشخصي كيف يتمثل الشدة من وجهة نظر شخصية ما يهمني في هذه المسألة هو تدبيرها من وجهة نظر جماعي وكيف يتم التعامل معها ضمن هذا الحقل الدلالي اللي هو حقل الأدبيات أو الكتابات التي صنفت في الثقافة العالمة وكذلك في الثقافة الشعبية داخل الحضارة العربية الإسلامية إذن هذه العجالة التي أقترح عليكم تعرض إلى تماثل المدركات وردود الأفعال كونيا إزاء الخوف من الجوائح وذلك من خلال تغليب ردود الأفعال والتصورات الفاجعة حتى وإن تلازم ذلك مع الاعتقاد في تواتر أزمنة الشدة مع أزمنة الفرج واحتفظ الضمير الجامعي دائما في الثقافة العربية الإسلامية دائما بأن النعمة مسألة خاصة بخواص وأن المصيبة شاملة أو عامة إلا أن تلك القناعات لم تمنع من تشكل تمثلات وأشكال تعامل معاقلنة لتدبير نفس الظواهر وهي تمثلات لازالت إلى حد يوم الناس هذا تتعايش مع المخاوف المترتبة على تفاقم الهجشات وصعوبة الاندماج الشيء الذي لون ردود فعل الأجيال الجديدة بكثير من المأساوية والعنف والعدوانية يمكن أن نعود إلى هذه المسألة عندما أستكمل كل هذه المعطيات طبعا ما أختريحه عليكم هو ثلاث لحظات فارقة في اعتقادي ومهمة حتى نفهم هذه المسألة اللحظة الأولى هي يعني كيف تم تناول مسألة الخوف كونيا ضمن الكتابات طبعا المعاصرة ضمن ما تمت مراكمته سواء كان ذلك في الفترات القديمة وأصبح يمثل مصدرا مهما بالنسبة إلينا في دراسة الخوف وأيضا ما ما تم البحث فيه من قبل العارفين بتاريخ الخوف أو المقتصين أيضا في تاريخ الخوف والذين ينتسبون إلى أكثر من اختصاص طبعا سوف لن نقتصر على المؤرخين فقط بل يمكننا تحدث أيضا على غيرهم من أولئك الذين فكروا في هذه المسألة بما أننا في حظرة ندوة يعني منشيتها فيلسوف فلابد في آخر الأمر أن نقف عند هذه المسألة قليلا الجانب الثاني الذي أقترح عليكم أو المسألة الثانية التي أقترحها وهي المسألة المهمة في اعتقادي أو هي المسألة الأهم بالنسبة لهذه المحاضرة تتعلق بكيفية التعبير عن أزمينة الشدائد يعني كيف تم التعبير عن أزمينة الشدائد ضمن المجال الثقافي العربي الإسلامي وما العلاقة بين ما سمي بحوادث الأرض وحوادث السماء هذا في الثقافة العربية الإسلامية هناك ترابط لا وجودها في الأرض لا شيء في الأرض لا يمكن أن يدل على ما يحدث في السماء ولا شيء يحدث في السماء لا يمكن أن لا يدل على ما يحدث في الأرض ثم المسألة كنت أقول المرادفة لها هي لماذا هذه المراوحة بين الشدة من ناحية والفرج من ناحية ثانية في جملة هذه الأدبيات وكيف تأولت هذه النصوص من وجهة نظر على قتب المنهج الساعة يعني كجنس أدبي كيف تمثل ذلك لابد أن هناك أجناس مخصوصة تتعرضوا إلى هذا شيء وهذا لا أعتقد أننا قمنا بالبط فيه إلى حد يوم الناس هذا نحن نعرف أجناسا إن شئنا تقليدية بمعنى كلاسيك معروفة كما الخبر كما الترجمة كما الطبقات كما المناقب كما الفتاوى إلى آخره لكن لم نبت في أجناس أدبية بعينها تتعرضوا إلى مسألة الجوح وكيف نتعامل معها هذا الأمر لابد أيضا من إلائه أهمية بالغة في الحقيقة بناتنا أنا بدي أكتشف معكم هذه الأشياء يعني لكأنني دفعت دفعا إلى إعادة سياغتي تفكيري حتى أصل إلى مثل هذه المسائل التي صحيح بغتتني لكن هام جدا أن أتقاسم مسألة الإطلاع عليها معاش كان فلمتني يعني لست هنا بمعنى أن أتحدث على موضوع أوشاغي لأن راكمت فيه أبحاثا متعددة بل أنا في لحظة سيوفيت مراشي أمومان دو جيستاشون كما النس كل يعني أحاول معكم أن أفهم وتبين لي في آخر الأمر أن هذه المسائل يعني مدروسة ومدونة ومكتوبة ومؤولة إلى أخير وهذا لابد من أن أخذه بعين الأعتبار بقي عنصر ثالث إذا وجدنا قليلا من الوقت يمكننا نتحدث عنها وهو المحصلة الدراسات التي تعرضت إلى الجوانب التي لها علاقة بالطوعين وكذلك الجوائح في الفضاء المغاربة بشكل عام دارسها من ناحية وماذا درست وإلى أين وصلت أيضا هذه الدراسات إذن نبدأ من البداية ونتعرض قليلا إلى كيفية أو طريقة كتاب التاريخ الخوف منذ العصور القادمة إلى يوم الناس هذا تشدد مختلف البحوث والخواطر التي وضعت في طريق الخوف حاضرا على العلاقة التي ربطت ولا تزال موضوع الخوف بالاستراتيجيات المعتمدة من قبل صانعي القرار والعاملة على توظيفه قصد تطوير أدوات الأخضع وما علينا إلا أن نعود إلى الجائحة التي حصلت منذ سنتين حتى نفهم قسام المجتمعات الإنسانية بشكل عام لمن يقولنا أن المسألة في آخر الأمر مسألة إن شئنا طبيعية لابد من معالجتها بالأدوات الكلاسيكية المعروفة وآخرون يعتبرون أن هذه المسألة هي مسألة مدبرة بليل وأنه لابد في آخر الأمر من التحوط والخشية من أن يتم استعماله وقد تم ذلك حقيقة في المجتمعات المتقدمة كما في المجتمعات نحن أي تم استعمالها لمزيد إخضاع المجموعات ومراقبتها بشكل كبير وهذا يدخل في عملية أوسع بكثير من الجائحة في حد ذاتها إذن الخوف هو شعور إنساني لابد أن نشير إلى هذا الخوف هو شعور إنساني متأصل لا يخضع لقراءة مرحلية في حياة البشر تمشي جانب في حياة البشر أو فترة من حياة مجموعات هي التي تحدد العلاقة بالخوف الخوف هو هاجس حاضر يشق في آخر الأمر كل أزمنة وكل المجتمعات البشرية وقد فصلت في هذا الشعور العديد من المؤلفات قديما وحديثا على شكلة ما يورد ضمن خواتر مخسل مونتاني مونتاني عفوا في خواتيره وكذلك قصائد الشاعر الفرنسي بيغانصاخ خلال القرن السادس عقر وأغانيه وكذا وهنا من وجهة نظر شعبية الخرافات التي حملتها أو حملها ما يسمى بأنجيل مغازل لزيفانجيل دو كونوي ولكلها تحمل معاني الخوف من وجهة نظر شعبية الخوف من الحيوانات المفترسة الخوف من الغابة الخوف من تغير السماء الخوف من الخصوف الخوف كل هذه المعاني التي نجدها أيضا في حكاياتنا الشعبية وهي موجودة بشكل كثير والذي استرعى انتباهي هو علاقتها بالأنجيل هذا مهم جدا لابد من الاحتفاظ بها حتى الحس الشعبي في آخر الأمر له أناجيله وأناجيله هي حكاياته وخرافاته وكذلك هناك عروض أخرى موضوعة في الإصلاح الديني المسيحي والتصورات المتصلة بما يسمى زمن الألفية المشهور 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 اللي هو في آخر الأمر له ترددات ضمن الحذارة العربية الإسلامية وترددات أيضا ضمن الحذارة أو الحذارات الأخرى الكتابية وبالأساس اليهودية طبعا والمسيحية من ناحيةهم المؤرخين القدامى اهتموا بمسألة الخوف ووظفوا للتعبير عن ذلك لفظة بيستيس أي أنهم يعتبرون كل يعني المجال الحقيقي للخوف هو الطعون دائما وفي كلمة الطعون لا تعني بالضرورة المرض بل بل تعني كل ما يتصل بذلك في مدلوله الواسع على شكلة ما خلفه لنا مثلا بروكوك في القرن السادس ضمن كتابه المعروف باللوم بيخسيكوم يعني الحرب ضد الفرس وكذلك كتاب آخر تعرض إلى هذه المسألة وهو كتاب غريوار دوتور ضمن مؤلف حمل عنوان تاريخ الإفرنج إستوريا فرانكوروم حول الطعون خلال القرن الثامن ثامن ميلادي طبعا وهناك ثلاث لحظات للحديث عن الجوائح في تاريخ الإنسانية إذا أضفنا لها الجائحة الأخيرة ستصبح أربع لحظات لكن هناك ثلاث لحظات فرقة أود أن نقف مع بعضنا عندها اللحظة الأولى هي لحظة الطعون الأسود وهي لحظة معروفة مشهورة في تاريخ البشرية طبعا لباستنواغ وهذه حصلت في أواخر أربعينات القرن الرابع عشر أي في حدو تقريبا 1349 وفصل بشأنها كاتب نعرفه نحن الناس كل اللي هو ابن خلدون في كتاب العبار فقد ذكر هذا ما نزل بالعمراني شرقا وغربا في منتصف المائة الثامنة من من الطعون الجيرف الذي تحيف الأمم وذهب بأهل الجيل وطوا كثيرا من محاسن العمراني ومحها في حين قدم لنا ابن بطوتا في رحلته تقديرات بخصوص عدد الضحايا بعدد المدن العربية على غيران الإسكندرية والقاهرة وغيرها ولخص في بداية القرن الخامس عشر ضمن أخباره سيكونيكا حالة الهلاء التي عمت العالم في جملة واحدة قال كان يعم العالم بأجمعه مرض يسمى الوباء قضاء على ثلث السكان إذن هذا في خصوص اللحظة المكثفة الأولى اللحظة المكثفة الثانية هي لحظة القرن التاسع عشر ويحيننا ذلك على ما يسمى بالريح الأصفر بالنسبة للمسلمين ويسمى الكوليغة في المجالات الغربية طبعا شكل هذا الوباء مصدر هلع مع حلول القرن التاسع عشر ويعزى ذلك عمليا طبعا إلى تسارع نسق المواصلات البحرية بعد فتح قناة سويس واتصال متوسط بحوض نهر القنج الذي يعتبر بؤرة لهذا الوباء هذه لحظة ثانية أيضا سنجد تكثيف حولها منوش نذره المعارف والأداب والفنون وكل هذه المسألة نشوفه بعد عندما نتقدم سنفهم في آخر الأمر أن هذه اللحظات هي لحظات مهمة اللحظة الثالثة ومهمة هذه اللحظة أيضا هي لحظة تحيل على القرن العشرين وهي لحظة طبعا النزلة الإسبانية لغريب إسبانيول فقد مثلت من جانبها مصدر لتزايد منسوب الخوف والهلع بمجرد انتهاء الحرب الكونية الأولى وذلك بعد أن حصدت لاحظوا ما بين أربعين وتسعين مليون نسمة في التقديرات إذن رافق انتشار هذه الموجات مظاهر للهلع على شكلة الإخوانيات الداعية لجلب الذات وتزايد عدد التائبين بالتوازي مع تفشي الطعون الأسود وصل عدد التائبون إلى تقريبا حدود 800 ألف تائب في المجال الغربي نحن في القرن الرابع عشر وفي حين أكثر المسلمون من إقامة الصلاة والتضرع إلى الله وجربت فئات شعبية من ناحيتها التعويل على الأوفاق وجاءت وقت الأوفاق والتعويذات السحرية والتمائم قصد التحوطي أو التحصني من الوباء ولم تخلو التصورات والتعبيرات الفنية من إحالة على تمكن الخوف إلى حد تسمية الجوائح بالحاصد الأكبر للأرواح وتجسم ذلك من خلال أو تم التعبير عن ذلك من خلال أعمال إيكنوغرافيكي أعمال إيكنوغرافية هامة بقيت حاضرة إلى حد يوم الناس هذا في المخيال الجامعي للبشرية كتمثال مثلا رفايل وكذلك لوحات نيكولا بوسان خلال القرن السابع عشر وجميعها أعمال فنية استلهمت التصورات المتصلة بالخطيئة الأولى في الديانة المسيحية كما جسمتها الخطيئة هذه كما جسمتها نصوص ذغجيل في اللينويد وهو ما نعثر عليه ضمن النصوص الأدبية ما قبل المسيحية على شكلة ما تضمنه مثلا كتاب حرب البوليبونيز لتوسوديت الذي عرض إلى هذه المسألة بالنسبة للقرن الرابع قبل المسيح كما تم ربط الطعون بنهاية العالم أو الزمن كما استعرض ذلك بوكاتشي في كتابه أدي كاميغان المعاكف وهو من مؤلفه طبعا القرن الثالث عشر وعرضته أيضا الأعمال الإبداعية اليونانية والرومانية مثل أوديب خوا وأديب أيضا نجد في آخر الأمر مسألة التعون حاضرة وكذلك كتاب دوناتيرا دوناتيرا غوغوم أو طبيعة الأشياء للشاعر الروماني لوكريس الذي عاش خلال القرن الأول الميلادي ثم بعد ذلك ستصاغ هذه التمثلات كلها في كتابات وفي مؤلفات فارقة تتعرض إلى نفس المسألة على شكلة ما حضر في كتاب الخوف لجيدوم باسون أو كتاب الأيام لتحسين أو كتاب الخيال على السطح لجون جيونو يعني نقصد هنا ليساغ سور لطوا والتضمين الذي حملته أيضا كتابات جيون لافونتين حول إصابة الحيوانات بالتواعين وكذا رواية المعروفة والتي تحمل عنوان الطعون في ترميزها طبعا بالطعون لما اقترفته النازية من فضاعات وهذا نجده في ثنايا هذا الكتاب الذي تحول إلى كتاب مدرسي طبعا يدخل ضمن ما هو مبرمج بالنسبة لجانب كبير من دارسين بالنسبة الآن للجوانب التاريخية شغل تاريخ الخوف العديد من الباحثين من بين المؤرخين أو من بين أيضا علماء الاجتماع والفلاسفة ومما يمكن استحضاره حول بخصوص هذه المسألة هو ارتباط هذا التاريخ بما أصبح يسمى اليوم بأزمنة المشاعر لطن أفكتيف أو لطن إيموسيوني هذا يمكن أن نحتفظ به أيضا حتى نتحدث عن ما بعد الحداثة في علاقتها بإعطاء قيمة أكبر للمشاعر على حساب وهذه المسألة لابد من الاحتفاظ بها حتى نفهم ذلك جيدا ويمكن أن نشير ضمن هذا الباب إلى إنشئنا أكثر البحوث جدا مثلا كتاب ميشيل مافيزولي الذي حمل عنوان وهو الذي صدر في حدود شهر جام في الفارض والذي حمل عنوان زمن الخوف أو كتاب أندري كنت سپنville الذي صدر في سنة 21 والذي حمل عنوان alors oui كنت روح ويضاء خوب وهذا الكتاب أيضا يتعرض في جاني منه إلى مسألة الخوف في علاقتها بالرهينية اليوم أما بخصوص العروض التاريخية فتحسن الإشارة إلى أبحاث كل من المؤرخ الهولندي يوهان هويزينغ في كتابه خريف العصور الوسطى وكذلك عروض المؤرخ الفرنسي طبعا المعروف جون دولمو ضمن مؤلفي المشهور تاريخ الخوف غربا من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر استوار طبعا المؤلف قسم ضمنه الخوف إلى سنفي واحد تلقائي والآخر مدبر بالنسبة للجوانب التلقائية يعتبر المؤرخ أنها تتصل بتكرار الفواجع وهذه تحيل على القحوت والمساغب والأوبئة والحروب إلى آخره وما ترتب عن ذلك من ارتفاع لمنسوب العنف والجريمة والتشرد إلى آخره وهذا يعتبر الباحث التلقائي ثم تجانب ثاني يتحدث عنه وهو جانب الخوف المدبر ويعتبر أنه ناجم وفق المدركات الجمعية عن تعاقد الشياطين مع قوى الشر قصد إفناء الكون وتلك القوى شريرة بالنسبة للمسيحيين مثلا في النحل والسحرة واليهود والمسلمين ثم بالنسبة تنقلب الصورة عكسيا ضمن المجالية العربية الإسلامية ليصحب الشر على من تنعتهم المصادر بأهل الكفر والخارجين عن الملة والمتهاونين بالأحكام الشرعية والفروض المستوجبة إلى آخره نفهم الآن أنه ما هو ما هو مدبر هو متمثل وما هو تلقائي هو طبيعي وهذا الأمر في هذا إن شئنا هذه المراوحة في التفكير نجدها حاضرة دائما البارحة اليوم واختا والغريب في آخر الأمر أن ما أتيها الأساسي هو ارتفاع منصوب الخوف عند المجموعات ورغبتها في إيجاد كبش وفداء ودائما كبش وفداء هو الآخر هو الغيرية هو المغاير في كتاب في كتاب دوليمو فمتها فكرة أخرى مهمة جدا هي التجديد على تشكيل الخوف لثابت متأصل يحيل على ما أسماها بالانتروبولوجيا المتشائمة التي ترسخت بمفعول تجديد الثقافة الدينية الكنائسية على الخطيئة الأصلية إذن فكرة الخطيئة الأصلية هي التي تحيل على سات انتروبولوجيا بيسيميس وهو ما لا يبتعد كثيرا في اعتقادنا عن التصورات التي أنتجتها ثقافة دينية ضمن المجال العربي الإسلامي في تمثلها للشدائد الناجمة عن حصول الطوعين والكورث نأتي الآن إلى لب ما أريد أن أتحدث عنها وهو كيف تمثل المسلمون زمن الشدائد في الثقافة العربية الإسلامية وكيف ربطوا بين حوادث الأرض وحوادث السماء وكيف ربطوا أيضا بين ثنائية الشدة والفرج اعتادت المصادر العربية الإحالة على لفظة جائحة أو جوحة للتعبير عما يصيب الناس من شدائد وهذا نجده مثلا عند اللسانين كالمنظور الذي يحيلنا على كلمات متعددة تحيل على ألفاظ مرادفات تحيل على نفس المعنى يعني معنى الشدائد مثل النائبة النازلة المصيبة الشدة ويشمل ذلك دون تمييز الأوبئة والتواعين والزلازل والرياح العاتية والعواصف والثلوج والجفاف والقحف والأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات وما يترتب عن كل ذلك من غلاء وهو ما عرضت له العديد من المصادر من تراجم وأخبار وتبسطت بشأنه وهذا مربط فرسنا كتب الفتن وأحداث آخر الزمان كتب الفتن وأحداث آخر الزمان وكذلك أدب يسمى أدب المواساة وأدب ثاني يسمى أدب الفرج بعد الشدة وكتب المواقيت أصبح لدينا أموة كاتر جنغ أي دون شاك جنغ في كل جنس من هذه الأجنس سنجد إنشئنا كتابات سنجد مراكمة مراكمة من وجهة نظر طبعا المعرفة التقليدية القديمة بمدلولها القديم مثلا بالنسبة لمجال المواقيت طبعا ليس المواقيت الصلاة هنا يعني نتحدث عن مسائل أخرى ليس لها علاقة بهذا الأمر سنجد مثلا كتاب معروف جدا بمدلوليغراف إيجيبسيان بيانسور معروف اللي هو جلالدين سيوتي اللي هو وكتب الكتاب يحمل عنوان استحالة مجاوزة هذه الأمة الألف نرجع مجددا سيلم ممسيك استحالة مجاوزة هذه الأمة الألف وقد توسع في ذلك العديد من المؤلفين شرقا ومغربا بحيث تم التوقف في ثنية تلك المؤلفات على تغير شكل الحياة بالعديد من المدن نذكر مثلا القاهرة دمشق بيروت أنطاكيا صيدة مكة المدينة صنعا عدن إلى أخيره من المدن طبعا الحديث هنا على انهيار نمط أو طراز المدينة المعمارية حديث تركيز على انهيار المنشآت المعمارية تراجع الحياة الاقتصادية اضطراب نساق الحياة اليومية تقلص التدبير كثرة الجنوح والتطرف العنف وتم تأويل ذلك من خلال ربطه بنزول العقاب بالناس وهو معينته المجتمعات والثقافات المسيحية بقرب طي بساط الكون مما ينهض حجة على تماثل التصورات التي شقت البنات الذهنية وأحالت على تفسيرات غيبية تتم إعادة استحضارها حال حصول الأزمات التي تهدد وجود البشرية ترسخ من جانب آخر الاعتقاد في وجود علاقة بين العلامات الفلكية والحواذث الأرضية وهو معينته مختلف الثقافات والحضارات وأصلت له الثقافة العربية القديمة وهذا أمر مهم جدا من خلال ما أوردته الأخبار المتصلة بما قد تستقيم تسميته وهذا جنس آخر بزمن الشهور والأنواع زمن الشهور والأنواع وذلك على شكلة ما حمله كتاب الأنواع لابن قطيبة في القرن التاسح الذي جرد مادة شفوية حول الأنواع تضمنت ما قيل حولها من أشعار وأمثال وكذلك بالنسبة للفضاء المغاربي كتاب ابن البناء المراكشي في بداية القرن الرابع عشر رسالة في الأنواع وهي رسالة استندت على تقويم قرطب وكتاب الفلاحة لابن العوام في القرن الثاني عشر وتعرضت إلى المعطيات المناخية وتقنيات فلاحية والنصائح والتنبؤات بما سيحصل من أحوال وثرابات فلاكية وطبيعية وعموما يشكل أدب الأنواع منطقة تماث تحيل على عدد أجناس لها صيلة بعلم الهيئة وعلم الأحكام والنجوم مع حضور دائم للمنجم في الدوائر السلطنية قصد أخذ الطالع واتخاذ القرارات الهامة بحيث ارتبط الزمان العالم بالزمن العملي وتفاعلت الثقافة المكتوبة مع الثقافة الشفوية وتداخلت المعرفتين العلمية والعملية مع المعرفة الغيبية وهذا ينهي تماما السجال حول علاقة العالم بإنشئنا الشعبي يعني سيسم الكولتور سابانت الكولتور بوبولار اللحظة في آخر الأمر أنه من رحمي من رحمي الملاحظة أتى ما يسمى ما أتت ما تسمى بالأداب العالمة وأن الأداب العملية والأداب العلمية كانت تعيش مع بعضها البعض صحيح أن هناك اختلاف بين الأمرين لكن الذي يهمنا في آخر الأمر هو كيف تم تأول ذلك من وجهة نظر معرفية أن هنا نلقى روحنا قدام علم الهيئة وعلم المقاط وكل هذه العلوم العربية الإسلامية التي بدت لنا لك أنها غائبة لإنشئنا سيطرة أو سطوة العلوم الدينية طبعا وهذا الأمر لابد أن أخذه بعين الاعتبار عندما نريد أن ندرس من جديد الآن تاريخ الخوف أي أن نشتغل في آخر الأمر على مدوناتي الحقيقية ولا نقف فقط عند المدونات المعروفة أو المبذولة التي لدينا إلى حد يوم الناسي هذا وهكذا فقد شكل استشراء الفساد علامة من علامات الساعة وحث وقوع الكوارث على استحضار ما جاء في القصص القرآني بخصوص ما صلته الله على أهل الفساد والبغي وذلك وفق خطاتها دائمة دورية هدفها الاعتبار والموعظة على غرار معاقبة قوم نوح بالطوفان وقوم فرعون بالسنين لاحظوا كلمة سنة تعني شيء غير جيد وكلمة عام تعني أمر جيد يعني نحن عندما نقرأ النصوص لا ندرك في آخر الأمر أنه عندما يقول وحصل سنة يعني بالنسبة إليه أمر غير جيد لا يذكروا كلمة سن سن هي السن التي نأكل عليها وهي وهي التي تعظ تعظ لم يتفق بينصور في الاستعارة الإنسان وكلمة عام تعني الرفاه والغير إلى آخره وقلنا معاقبة قوم نوح بالطوفان وقوم فرعون بالسنين ونقص الثمرات وقوم هود بالريح الصرصر نقول النصر القرآني في سورة الحاقة الآية أربعة وخمسة ثماني أيام حسوم وترى القوم سرعة كأنهم أعجازوا نخل خاوية وقوم صالح وثمود عفوا قوم صالح ثمود الذين أهلكتهم الساعقة والرشفة والصيحة وقوم لوط الذين أرسل عليهم الله حجارة من سجيل منضود والسبب دائما وهنا زاد أيضا مشكلة كبيرة في التمثل هو الفساد لاحظوا كلمة فساد لدينا أيضا يجب أن نعيد تصور هذه الكلمة لأنها تحمل مخزونا غير دقيق فيما يتعلق بفهم التدبير التدبير هو الصواب والخطأ ولا يعني التدبير الصواب وحده ونحن عندما نتحدث عن الحوكم دائما نتمثل دائما المسألة من وجهة نظر الصواب وحده لكن في الحقيقة الحوكم أيضا تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ لذلك أنا من أولئك الذين يخيرون استعمال كلمة تحيل عوضها استعمال كلمة فساد لأن كلمة فساد هي كلمة مشحونة وهو لاحظوا كيف يعرف المسلمين وهو أخذ الأموال بغير حق والزنا وقطع الطريق وإفساد الحرث والنسل والجور بعيدا لبعض أنا جسوي كومبليت مضيزولي هذا بعيد جدا عما نتصوره بالنسبة لحظيرا الآن لذلك لا يجب الربط بين هذه الأمور وتجنب حقيقة الربط بينها ويعتبر جلالدين أصيوتك كما قلت أن زلازل تحيل على الإنذار بقرب طيب سات الكون وهو ما يوضحه كتاب الفتن وأحداث آخر الزمان لصاحبه نعيم بن حماد الذي عاش في القرن التاسع الذي يتبسط في شروط ذلك بالنسبة نعيم بن حماد هذه الشروط هي الفتن ظهور المهدي الدجال قيام عيسى بن مريم يجوج وما جوج الخسف النار طلوع الشمس من مغاربها البدعة الحبشة الترك الدخان وهو ما أشار إليه بن خلدون لما عقد فصلا كاملا في مذاهب الناس في أمر الفاطمي مشيرا إلى اعتقاد العام الكبير في ذلك ووضع سيوت كتابا كما ذكرت ذلك يحمل عنوان استحالة مجاوزة هذه الأمة الألف وهكذا فقد ظلت ذهنية قرب قيام الساعة تلون السرد التاريخي بشكل عام حتى خارج أخبار ظهور المهدي وتزامن ذلك غالبا مع حصول الكوارث والفتن والهرج الذي يؤذنوا وهنا نرجع للكتب هذه باندفاع الحجدي وظهور الدجال وهكذا تشكلت ضمن الثقافة العربية الإسلامية ثنائية تؤثر الحديث عن الأزمات تمثلت في الاعتقاد في حصول الفرج بعد استفحال الشدائد وهو ما استحذره مثلا كتاب الحسن بن علي التنوخي الذي عاش طبعا في القرن العاشر والذي تعرض ضمن محكياتي ونصوص أيضا محكياتي الفرج بعد الشدة وفق تصور اختزن معجمه عميقا ثنائيات هي مثلا الشدة الفرج العسر اليسر الزيق السيعة المحنة المنحة الزيق المخرج النكبة الموهبة الرزية العطية لاحظوا ليس هناك ثنائية واحدة ثنائية لنعرفها هناك ثنائيات متعددة في هذا الكتاب ويستجلب التنوخي فحوى الآياتين 153-154 من صورة البقرة ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين أين يتم استدعاء الفرج بالدعاء والابتهال والهرب والاستطار وبشر المنام الأمر الذي ينهى هذا الحجة على حضور الكرامة وانقلاب الأوضاع من الضد إلى الضد أي من الشدة إلى الفرج ويحيل تصور التنوخي إلى قواعد الكتابة في جنس قائم بذاته انطلق مع أبي الحسن المدائني في القرن التاسع وأبي بكر بن أبي الدنيا في القرن التاسع يسمى أدب المواساة في تعزية المغمومين بأن الله لم يتركهم هناك أشياء لابد من أن نطلع عليها حتى نفهم هذه الأمور وهذا أيضا يدخل في إدراكه لهذه المسألة المتصلة بتواتر الأمرين أي تواتر الشدة مع الفرج طبعا أطرت هذه الثنائية ذاكرة الخوف مع حصول الكوارث من حصول عفو الكوارث وانصهرت تلك الدورية وترسخت ضمن ذاكرة الزمان الزراعي الشيء الذي جعل واضعوا الأخبار يوظفون نفس المصطلحات التي دأب عامة الناس على استعمالها من خلال تسمية الفرج مثلا نجد هنا في النصوص الإنشادية مثلا الخلف مش الخلف الخلف رب يخلف عليه قل لك رب يخلف عليك الخلف والإشارة إلى كلمة صابة بالخير وتسمية الناس بالخير 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 شخص اسمه بالخير بالخير معناها أولد أو نريد أن يكون مولده طالعا خيرا علينا مع الاعتقاد في ثنائية اليمن والنحس بالتعويل على التمثلات الدينية التي أسعفت الكافة في تقبل الواقع المدمر لسنوات الجوع والمرض والفناء إذن نصل الآن إلى المحور الأخير من عرضنا والذي يتعلق بمحصلة كتاب التاريخ الخوف في فضاء المغارب وحتى نكون واضحين مع أنفسنا أنا لم أتعرض إلى كل الجوانب دائما أتعرض إلى الجوانب التي لها علاقة بتمثل الجماعات المغاربية لحصول الكوارث وحصول التوعين أكدت مختلف المصادر وخاصة وثاق الأرشيف كتب الرحلات كتب الأخبار والتراجم وكذلك مختلف الدراسات والبحوث التي خصصت لتاريخ السكان أو للمعالجات أيضا الديمغرافية التاريخية وهنا يفهم على الأقل أربع عشريات تم الاشتغال على هذه المسائل مثلا نستحضر هنا بالنسبة للتاريخ الوسيط دراسات المرحوم محمد الطالبي وكذلك نستحضر دراسات المغرب محمد أمين البزاز وكذلك قبله بغناغوزنبغجي وحامد تريكي وكذلك دراسات بالنسبة للبلاد التونسية دراسات لوسيد فالنسي وكذلك دراسة جون غانيا جون تونسي حسين بوجار الله يرحمه وكل هؤلاء في آخر الأمر الذين اشتغلوا على مسألة الخوف في ثانية تعرضهم إلى هذه الجوان طبعا لم تخرج المواقف من الأرزاء من التسليم بالقضاء فالوباء حسب تعريف المغاربة هو رجس أهلك الله به الأمم بقي منه شيء في الأرض يجيء أحيانا ويذهب أحيانا من مات به شهيد دونك عاين المغرب الأقصى مثلا وفق تقديرات العديد من الباحثين طوال الفترة الحديثة عشرين مجع الفترة الحديثة حدا عشرين مجع وذلك بمعدل ثلاثة وأربعة مجعات في القرن الوحد كما عاين سبعة عشر وباء بمعدل وباء كل ثلاثين سنة بالنسبة للقرن السادس عشر مثلا في المغرب ثم أحداش سنة من الكوارث وبالنسبة للقرن السابع عشر ثم سبعة وعشرين سنة من الكوارث وبالنسبة للقرن الثامن عشر ثم خمسة وعشرين سنة من الكوارث وبالتوازي عاينت البلاد التونسية العديد من الأزمات التي تلازم خلالها الوباء مع المساغب والحروب والمجعات يمكن العودة طبعا إلى تاريخ الأوبئة بتونس منذ حاملة لويس التاسع المعروفة أي منذ القرن الثالف عشر يعني منذ سنة ألف ومئتين وسبعين ثم كذلك الطعون المعروف طبعا اللي هو يعني المعروف العالم طبعا طعون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشر الطعون الأسود ثم تليه أزمات القرن الخمس عشر سنوات ثمانية وستين 1468 1494 ثم طواعين القرن السادس عشر 1573 1592 فحوادث القرن السابع عشر والثامن عشر القاتلة 1605 1622 1648 1650 1663 1676 1689 ثم في القرن الثامن عشر 1701 1705 1784 لاحظوا في آخر الأمر أن هناك يعني عدد كبير من هذه الوقع وطبعا المخيل الجامعي في آخر الأمر سأحضر يعني ثمة مش خوف أكثر من الخوف يعني هو يعيش الرعب هكذا بطريقة دورية وهذا لا بد أن نأخذه بعين الاعتبار عندما نقرأ هذه المصادر بحد ذاتها لكن أيضا عندما نتناول الأخبار بحد ذاتها وسأعود إلى أمثلة مثلا مثال وحيد سأقدم لكم هو مثال ابن أبو ذياف عندما تعرض إلى أسانة شهباء مثلا وتشوفوا معناها اللي موجود في النص وكذلك صعوبة يعني صعوبة الحياة بالنسبة لهذه الفترة هناك أيضا جانب ثاني لابد أو جانب آخر لابد أن نقف عنده هو تأول أطباء القدامة لأسباب حصول هذه الأوبئة الأطباء القدامة لم يستطيعوا الفصل بين الأطعون والكوليرا بالنسبة لهم الأمر يتساوى هو في آخر الأمر طوعين وهي إنشأنا أرزاء ولا يمكن الفصل بينها طبعا كذلك الأطباء القدامة بقوا بعيدين عن إشكالية التحوط وأخذ الحذر حتى حلول القرن التاسع عشر طبعا هو في هذا القرن حصل توسع في التعويل الحجر أو العزل الصحي للأجانب والحجيش وحرق الأمتعة أمتعة الموتى طبعا وإنشأنا متاع البيوت وعموما أفاض في وصف هذه الأشياء كتاب الإتحاف حال تعرضه إلى أوضاع أسانة شهبال عكرة قال ابتل الله سكان هذا البلد بالخوف والجوع ونقص في الثمرات والأموال والأنفس والثمرات وبشر أصابرين متوقفا عند حلول سكان البوادية التونسية بمدينة تونس وتفرقهم على المزابل لالتقاط الأعشابي وهجم البرد عليهم وهم حفاة عرات حتى قيل لهم الله يعري من عريكم هكذا يستعمل ابن أبو الظياف وفشافيهم الموت بالطرقات وتعفنت البلاد ولم يحصل اتعاظ وهذا مشكل لم يحصل اتعاظ بمعاينته البلاد فيما عدا ما أجراه خير الدين المجلس البلدي وكذلك مصالح الضبطية وهذا لم يحصل إلا مع ستنات القرن التاسع عشر فيما قبل ذلك لم يحصل أي شيء تعيدنا إذن القراءة في تاريخ الأوبئة والشدائد مغربا إلى حقيقة فارق بين الندرة والعوز الذي استبدأ بمجتمعات جنوب المتوسط مقارنة بسعة مجتمعات شمال وخاصة غربي أوروبا التي تمكنت من إنجاز ثورتها الزراعية الأولى منذ القرن الثاني عشر وتمكن تدريجيا من احتواء النمو الديمغرافي حتى وإن احتفظتها أيضا بنفس التماثلات التماثلات العقدية أو الدينية بخصوص هذه الظواهر المخيفة والمفزعة وذلك حتى أواخر القرن الثامن عشر وفي أواخر القرن الثاني عشر ظهر شيء جديد أعتقد أنه من المفيد أن نشير إليه أو نلمح عليه حتى إماءً هو تجرؤ الفلاسفة على طرح أسئلة محريجة بالنسبة للفكر الديني من بينهم إيمانويل كونت وفولتير الأسئلة هذه هي كالأتي طرح هؤلاء أسئلة مربكة على شكلتي إذا كان الله هو خالق العالم وكان الشر موجودا فكيف يمكن أن يريد الله الشر ويرغب في حلوله بالعالم سؤال ثاني ما القصد من ذلك ما دام الله يملك قوة تسمح له بأن يخلق عالما لا يتضمن مظاهر تحيل على الشر سؤال ثالث أي معنى أن يشتب الله جمعا من الناس بتلك الطريقة والحال أن جانبا منهم لا يمكن تصنيفهم غمنا المثنبين هذه الأسئلة لم تكن مطروحة سابقا وترحها يعني من فرم ديمانسيباسيون خروج تحرر من العقل الديني وذهب إلى مساء الأخرى طبعا هذه الأسئلة جاءت على خلفية حصول زلزال مدمر في لشبونة في حدود سنة 1755 هذه الأسئلة وغيرها هي التي أدت بتدرج إلى القطع مع التبريرات الدينية والحديث وهذا جديد أو آخر القرن 18 على الكوارث الطبيعية كما تم التفطن إلى علاقة تفشي الأوبئة بالعدوى وفرض الحجر الصحي باعتباره ممارسة احترازية وحتى إن شاب ذلك الارتكاس داخل الفضاءات العربية الإسلامية في علاقة بالصدمة الاستعمارية والعودة إلى التصورات الغيبية والتشديد على قرب بيساط الكون وهو ما استحذرته مؤلفات مثلا كناخده كتابه كما كتاب جعفر الكتاني سلوة الأنفاس في من أقبر بمدينة فاس ونلقاه في آخر الأمر هذا الخطاب يعود من جديد لأنه هناك خشية من حضور الأجنبي الأجنبي أصبح يمثل الوباء هو نفسه وعدنا إلى نفس الممارسات القديمة نفس الشيء نجده مثلا في كتاب معالم التوحيد لمحمد بالخوجة التونسي اللي يتحدث في آخر الأمر على هذه المعالم على أساس أنها حماية لمدينة تونس من أن تتفسخ من أن تتحول من أن يطويها الزمن وتتحول إلى مدينة مسيحية والاستعداد عندها في آخر الأمر إلى طيب بساط الكون وهو ما تزايد مع دخول العالم في الحرب الكونية الأولى واستعادة القسطنطينية من قبل مصطفى كمال الذي اعتبر أيضا مؤشرا مؤشرا لنهاية الكون وقرب حدوث الساعة هذا تقليد قديم وهو تقليد سنجده حتى في القرن العشرين مثلا ناخذ واحد كما ابن المؤقت اللي هو عاش بين 1894 و1949 الذي أكد على العودة إلى الدورة القيمية بل حدد موعدها بثمانينات القرن الماضي وهذا يدل في آخر الأمر على أن هذا الفكر متأصل وهذا ما أدخل التباس في الأزمنة ودفع وهذا هو الخطير إلى افتفاء الحدث التاريخي لفائدة العودة القوية للخطابات الغيبية أشكركم على الانتباه شكرا لك تنقلت بنا بين فترات عديدة من تاريخ من تاريخ الخوف من الفترة القديمة إلى الفترة الوسيطة إلى الفترة الحديثة الحديثة حتى نهاية القرن التاسع عشر في نهاية الأمر طبعا سأعطي الكلمة لأصدقاء المفاهرين أود فقط أن أقول يعني تقريبا ثلاث ملاحظات ملاحظة الأولى هي ارتباط ظاهرة الخوف بالظواهر الخارجي أو بالظواهر الطبيعية أو بالظواهر السماوية إذن ما هو خارج النفس ما هو خارج الذات ثانيا ليس هناك أو على الأقل لم نجد لم تحلنا على نصوص تتحدث عن التمثل الذاتي أو الكيفية التي تقع بها التجربة الذاتية للخوف وطبعا يعني هذا التناول الذي هو من خصائص أو من اختصاصات علماء النفس خاصة الذين لا يستطيعون أن يؤولوا كيفية عيش هذه التجربة عيش تجربة الخوف في حد ذاتها وعلى ما أعلم وعلى ما علمت لحد اليوم ليس هناك نصوص كثيرة هناك بعض ذكر منها مثلا الجاحظ في البصائر والذخار في أظن البصار والذخار نصا يتعلق بالخوف الذي انتاب يعني مجموعة من المسلمين لما هاجم عليهم أسد في الهجيرة في قلب الصحراء ويعني الذي كان يقص هذه الحكاية على عثمان ومجالسه قال له عثمان أسكت لعنك الله لأنك يعني أرعبت قلوب المسلمين لا تقص عليهم هذه الحكاية ومسألة الأخيرة هي أن في نهاية الأمر الظواهر المخيفة هي الظواهر متمثلة ce sont des représentations de la peur c'est-à-dire des représentations des conséquences possibles de ces phénomènes donc extérieurs هذه الظواهر الخارجية التي هي الظواهر فلاكية أو هي الظواهر طبيعية أو هي ظواهر جيولوجية يمكن أن تكون مخيفة هذه الجولة التي قمت بها هذا التنقل الواسع الذي قمت به مكننا إذن مرة أخرى من إدراك أعراض وسمات ومظاهر الخوف بقي لنا أن نفهم وأنا دائما ألح من زوية النظر الفلسفي على الكيفية التي تعاش بها تجربة الخوف في كل ظاهرة من هذه الظواهر شكرا لك إذن مجددا على هذه المداخلة القيمة وأحيل الكلمة إلى الأستاذ عبد الحميداني شكرا شكرا على هذه المحاضرة لمحمد الذي أتحفن بها وأتحفن بها خاصة الزميلي وصديقي لطف عيسى هي محاضرة ثرية وثرية جدا وثرية لحد الإنسان قد يفقد صوابه بكثرة كثرة المعطيات إلى آخره ويمتزج فيها أرى واش نبدأ شويا نحاول باش نفهم وش نفهم ويمتزج فيها التاريخ نراه والأنتروبولوجيا وهناك بل أقول البعض الأنتروبولوجي يطغى شيئا ما عن الجانب التاريخي قل لي هل يقلقني هذا يا أخي أنا مؤرخ لا أقول يقلقني أنا أيضا مؤرخ وأريد أن أكون أنتروبولوجيا وأريد أن أكون أزاد عالم اجتماع وعالم سياسة لكن أبقى مؤرخ وهذا ما أريد يعني وحنا نريد أن نحتاجه إلى كل الاختصاصات وحيرفية كل الاختصاص ولكن نريد اختصاصات منفتحة على هذه الماختصاصات الأخرى أنت منفتح كثيرا عن الأنتروبولوجيا لكن يا أخي تغط الأنتروبولوجيا على التاريخ إلى حد أصبحته أنا أبحث على التاريخ قل لي أصبحته أبحث عن التاريخ شوف لا نرى مثلا علش نقول لا نرى فرق بين الأزمنة ومفيد لا نرى الفرق بين الأزمنة حتى أفهم كيف تطورت تطورت ظاهرة الخوف من وقت إلى أخر لأن هناك تطور وفي كلامك هناك تطور لكن نبحث عنه الألوب يجب أن نبحث عنه بما أني أبحث عن الشي فأرى ولا نرى أيضا لا نرى فرق بين الأزمنة ولا نرى فرق بين العوالم تتحدث عن الغرب تتحدث عن العالم الإسلامي وكأن خليط أنا أظن أظن في تقديري أحنا في حاجة أن نرتبه كل ما قلته مفيد ويحتاج إليه ويثري المعرفة هذا أكيد أما من زاوية نظري أنا في حاجة إلى ترتيب زمني وترتيب مكاني يا أخي تعرف المؤرخ ينطلق من حاشتين من زمان ومكان وينطلق وبدون زمان ومكان مؤرخ فهو يسبح لا أريد أن أسبح خلينا نقول لك والنقطة الرئيسية والمحورية في موضوع والموضوع هذا هو النظرة إلى الزمن وهذه النظرة إلى الزمن تغيرت من وقت إلى آخر وأيضا من مكان إلى آخر والخوف مرتبط بالنظرة إلى الزمن عند الناس كيف إذن تطور 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 الخوف والشعور بالخوف حسب نظرة الناس إلى الزمن حتى لا أتيل شوفوا قبل قبل الحضارات اللهوتية يعني في الفطرة السابقة عن الإسلام وعن اليهودية وعن المسيحية يعني الحضارات اليونانية وأنت فيلسوف وتعرف النظرة إلى الزمن هي حلقية لأن العبادة نستعبد الطبيعة والطبيعة هي حلقية ولادة في أي مجال ولادة نمو ثم وفاة لكي تعود ولادة من جديد نمو إلى آخرين ولاحظ هنا ابن خلدون رغم أنه لا ينتمي إلى هذه الفطرة تبنى فكرة الزمن الحلقي واستعماله لكي يؤول أتركه جانبا ابن خلدون حتى لا ندخل ندخل شلوم ربعها أما في فترة في هذه الفترة قبل الأديان السماوية نظرة إلى الخوف مختلفة الطبيعة هي عادية ثم أنه حتى إن كان هناك موت هناك رجوع وأحيا الفراعنا يا أخي يؤسسون قبورهم لكي يعيشون من جديد يعني النظرة إلى الموت مختلفة والخوف والنظرة إلى الخوف مختلفة في هذه المرحلة بعلاقة مع الطبيعة أو لأن الآلهة هي طبيعية حتى بحر شمس إلى آخرين جاءت الأديان السماوية والخطيئة الأولى ذكرت حدث على الخطيئة الأولى أو الخطيئة الأصلية هي متبنية من ثلاثة أديان ولا فرق بين اليهودية والمسيحية والإسلام في هذه الشيء والنظرة ثلاثة الأديان هذه السماوية هي نظرة إلى الزمان ليست حلاقية كما كان الأمر في الفترة السابقة وإنما أصبحت النظرة الزمن الخطي ما معنى الزمن الخطي هناك بداية بداية الكون ومعتمدة من ترف الأديان الثلاث وخطيئة كل كيف يقرؤها لكنها خطيئة ثم هناك أنبياء جاءوا لك يعيد إصلاح الأمر اليهودية بطريقتها المسيحية بطريقتها الإسلام تريقته وهناك الزمن إذن الصالح عند الثلاث الأديان الزمن الصالح وبعد ماذا الزمن الخطي ننظر إلى يوم القيامة ثم إذن بداية ونهاية يعني والناس تعيش لكي تترقب الموت وتترقب النهاية ولا ندري متى ستأتي هذه النهاية وهناك من يقول سنة الألف هناك من يقول سنة كذا إذن هناك خوف من يوم القيامة النهاية ويوم القيامة ويوم الحساب هوا أساس الخوف عندما يكون تكون النظرة إلى الزمن هي نظرة خطية حتى لا أتيل هل تواصلت هذه النظرة هنا خروج من هذه النظرة اليوم لا نعيش هذه النظرة لا نعيش الزمن لم يعد خطي عند النسكن لكن بدأت خاصة مثلا نجدها في أوروبا مع القرن السادس عشر هناك منعرش تهرط ما يسمى بالحداثة من كلمة مودوس كلمة يونانية مودوس يعني يعني ابن اليوم ابن الوقت ابن اليوم وهناك اعتراف بالزمن الحاضر لماذا أؤكد على ذلك لأن هنا تغيير جدري بين النظرة إلى الزمن قبل والنظرة إلى الزمن بعد في النظرة الزمن قبل لاحظوا لو سهناك ما يسمى بالحاضر ولا اعتراف بالحاضر هناك ماضي قدوة السلف الصالح والآخرة والناس تقتدي بالسلف الصالح يقول ولا يمكن أن يكون أحسن مما كان هل كان هذا هو الزمن الصالح البعد هو زمن الخطيئة وبالتالي هناك خوف من الخطيئة مع المدرنتي مع المدوس في القرن السادس عند الأوروبيين دخلوا مرحلة جديدة تخلق شيء آخر نظرة أخرى إلى الزمن أصبحت هناك نظرة تعتمر تعطي أهمية للحاضر وتمجد الحاضر مدوس منها كلمة مود حتى المود يقول مود يعني ما هو حاضر أنت ألا مود ألا مود يعني أردت أن نبين كيف مع الحضارة مع الحداثة هناك اعتبار للحاضر وتمجيد الحاضر ونظرة المستقبلية قبل ذلك ليس هناك نظرة مستقبلية ومستقبل كيف هو زاهر النظرة للمستقبل مرتبط بكلمة البروغري والبروغري يعني النظرة لذلك بفرح وب يعني تمثلات تفاؤل هناك حصل تغير والنظرة الخوف السابقة انتهت تقريبا عند العرب عندنا في تونس مثلا متى حصل هذا التغيير أنا مش أتحث على الفترة الحديثة التي حصل فيها شيء من التغيير بدأ متى بدأ في القرن الثامن عشر نأخذ القرن الثامن عشر مثلا نشهد حمودة بن عبدالعزيز الذي كتب الكتاب الكتاب الباشي مثال نأخذه اش فيه فيه نظرة جديدة إلى الزمن أولا هو يريد أن يمجد البي في ذلك التاريخ في كتاب علي بي يمجده وقال والله وصلنا إلى تطور فعلا فترة تطور اقتصادي كبير عرفتها البلاد تونسية إذا كانوا تحدثوا على الأوبئة تطور بلاد تونسية لم تعرف وباء في القرن الثامن عشر من سنة 1705 إلى 1783 كان يذكر بهم العطشي قابلي يعني تطور لمدة ثلاثة أجيال لم تعرف البلاد التونسية في القرن الثامن عشر كارثة أو وباء وبالتالي هناك نظرة تفاؤلية وفعلا الاقتصاد انتشر وفلاعة ازدهرت فقال قرأ ابن خلدون لأول مرة بدأوا يقرأوا ابن خلدون ابن خلدون كان غير معروف قرأ ابن خلدون ووجد عند ابن خلدون أنه آه إذا كان هناك فترة تزدهار فستليها بالضرورة فترة انحدار وهكذا لأنه الزمن الحلقي عند ابن خلدون هو هكذا هناك نشور ازدهار ثم وفع فقال ليس هناك نهاية هذا الازدهار بعد الآن برا افهموا نقده ابن خلدون نقده نقده ابن خلدون ولكنه عنده نظرة تفاؤلية هذا الذي اريد ان نبينه ليس هناك خوف وانما نظرة تفاؤلية وهذه النظرة التفاؤلية وهذه النظرة التي يفاهب بعض حداثي تجسمت وتدعمت في القرن التاسع عشر عند ابن ابي ذييف وعند المسلحين في القرن التاسع عشر دخلنا في البلد التونسية مرحلة الحداثة والنظرة الى الكون مختلفة تماما وبدأ القطع وبدأ القطع مع الفترة السابقة وسمحوني إذ كان تواجد شكرا ترجمة رضا بن حسين دكتور باحث في مقبر العالم العربي الإسلام الوسيط أنا اهتم هذه بأعداد مداخلة تقريبا في نفس الموضوع اللي هو معناها الخوف والحركة المسيانية من خلال مخطوط لكبير أساقف منطقة الجزيرة الفوراتية في العشر عباسي الأول وهو ديونيس المحري ديونيس المحري سأعطيكم عنوين ماذا كتب في كتابه من خلال العنوين تفهمون كل شيء يقول مثلا عن الجفاف والمجاعة الشديدة التي حلت في البلاد في ذلك الوقت عن التعون العظيم الذي حدث في ذلك الفترة بعد ذلك يقول عن المجاعة التي حدثت كذا عن سوس القمح عن البرودة الشديدة ويقول عن كذلك عن واقع العذابة الذي تكبدها الرجال في تلك الفترة أخر جملة في مخطوطه يقول أخر جملة كان الخوف كان الخوف والرعب يستحبذ على الجميع عندما يتحدثون عنه أي عامل الدولة العباسية في تلك المنطقة في البلدة كان الفزع والرحشة يسيطران على العالم كله بجنوب تلك المنطقة فإذن يصف بالضبط معناها بطريقة دقيقة جدا هو معناها تقريبا له شبكة كاملة من أديرة ومن كنائس في تلك المنطقة ويعرف ماذا يجري في تلك المجموعات القروية الخوف المجاعة المنوط التعديات الغزوات البدو وغزوات شعوب الأرمن فإذن كيف يفسرها يفسرها من خلال أقوال الأنجيل بنظرة إسكاتولوجية نظرة تيولوجية معناها كما قال الساب معناها نهاية العالم ورغم أنه يعطي معناها أوصاف دقيقة جدا عن تلك الأحداث وتقريبا ليس هو المصادر السيرانية التي ليس مكتشف كما ابن العبري ميسائل حتى لقبل الإسلام معناها تقريبا في نفس منحة وهي مادة أكثر ثراء وعتمدت كثيرا في أطروحتي أكثر ثراء من المصادر الإسلامية التي هي المصادر العامة وندخلون تقريبا في جزئيات الأوضاع التي كانت أعيشها المجهوات القاروية سواء كانت مسيحية أو كانت إسلامية أو يهودية حاجة أخرى ثم اكتشفت كذلك مصدر رهيب جدا وهو كتب المقريزي المعاصر لابن خلدون اللي يأتي كذلك وصفة الأوضاع الاجتماعية المتردية في مصر وقت الجوائح مثل الشدة الناصرية سبع سنوات العجاف تقريبا يسوس الكلاب بعظم ويأتم معنا الكلمة معناها فهناك معناها مجموعة من المصادر ممكن استغلالها لاستخراج مادة تاريخية تغضي هذا الموضوع وشكرا شكرا شكرا سيدي سي لطفي أستمع إليك لأول مرة وأريد أن أعرب عن إعجابي وأقول لك أن المحاضرة التي ألقيتها قبل حين هي محاضرة مفيدة مشهورة بالإفادات والمعلومات وحتى من ناحية الإلقاء وفنية الآداء أبدعت حقيقة أريد أن أضيف شيئا واحدا بسرعة وهو أن الخوف الذي تحدثت عنه هو الخوف الذي يجعل من الإنسان ضحية يخاف من الجائحة ومن المرض ومن الموت ومن الكوارث إلى غير ذلك ولكن لا ننسى أن الخوف فهو وسيلة وسيلة هو آداء آدات لنيل السعادة ونيل الأمن ونيل الاطمئنان ونيل الخير في نهاية الأمر ومن هذا الجانب هناك تشابه بين الما ورأيات والدنيويات وبين آداب الشريعة ومقاصد الشريعة وعلم الكلام وعلوم السياسة يعني جميع علوم السياسة لا ننسى أن الخوف فعلا هو آدات السعادة لأنه هو الذي يؤدي بالإنسان إلى الفوز بالجنة عكس النار يعني الخوف هو الذي يشجعنا على أن نسعى إلى الحصول على السعادة الأزلية وكذلك بالنسبة بالنسبة للسياسة للدنيويات لأن الخوف هو آدات الإطمئنان والاستقرار والأمن في المدينة السياسية وتعرف أن الأدبيات في هذا الأمر الموردي وإبو يعلى الفرع وابن خلدون وغيره وغيره ركسوا على الجانب هذا فالأدبيات إذن سواء الدينية أو الدنيوية تعرض لنا الخوف كوسيلة لنيل السعادة وما ننساوش القيامة جاية مشتقة من نفس الفعل يعني هي الإقامة القيامة هي التي تؤدي إلى الاستقامة هذا هو يعني حبيتنا أن نضيف النقطة هذه هو أن الخوف الذي تحدثت عنه يعني في محله لا شك وهو ربما الجانب الطاغي على الأدبيات هي لا شك وأشكرك عن تقديم جميع هذه المعلومات ثلية جدا ولكن الخوف رو عنده وظيفة أخرى في الأدبية تجدها ونحن نتحدث عن الحضارة العربية الإسلامية يعني بصفة جلية ومكثفة في جميع الأدبيات في علم الكلام بالنسبة للآخرة وفي علوم السياسة بالنسبة للدنيا كأداة السعادة وأداة الطمأنينة وأداة الراحة في نهاية الأمر شكرا شكرا الأخ ما نقول على المداخلة التي مسحت الزمان والمكان وما بعد الزمان وما بعد المكان والخيار المنهجي الذي أطلقه منذ انطلاق المداخلة هو أنه سيتكلم عن الخوف كظاهرة جمعية لا كظاهرة فردية وهذا خيار منهجي يتساءل المستمع للمداخلة عن سببه الكل يعرف أن الأستاذ لطفي عيسى مؤرخ والاهتمامات متاع وكل متعلقة خاصة بما يجمع أكثر مما يفرق على المستوى الفردي والاهتمام بالخوف على المستوى الجمعي هو اهتمام بسردية ينتج هذا الخوف ويجعل منها سلوكا فرديا لأن الخوف على المستوى الفردي لا يصنع ولا يؤسس لسردية ولموقف من الحياة الخوف الجمعي هو خوف ينطلق بالإنسان نحو السماء كبعد يؤسس لعلاقة الإنسان بالقوة الخارقة الأخرى لذلك نرى مثلا في اختيار الثنائيات بين الشر والخير كيف نقوله حتى بالدرجة بعد العسر واليسر وبعد الشدة فمفرج وهذو يرجعون يحيلون على أقدم الديانات هي ديانة مناس اللي هي مبنية على الفرق ما بين اليوم الظوء والليل الظلام إذن العلاقة مع ثنائية الخوف من جهة وعدم الخوف ليست واردة في الحياة لأن الخوف هو المسيطر والمسيطر على الجماعة أكثر من سيطرته على الفرد لأن الفرد لما يلتج للمجموعة ينقص خوفه ولكن نلاحظ أن المجموعة تؤلف لتصور للخوف يرقى إلى درجة السردية الجمعية التي تجعل منه الغول الذي يأكل ويفترس المجموعة ككل إذن الخيار المنهج الذي اختاره الأستاذ خيار في مكانه لأن الخوف على المستوى الفردي إنما هو نوع من تهميش القيمة الحضارية للخوف ولأن أنت سي محمد فيلسوف تعرف الفيلسوف الذي لا يهتم بالموت كبعد من أبعاد الخوف أو أهم خوف لدى الإنسان هو الخوف من الموت والفيلسوف الذي لا يتطرق إلى موضوع الموت لا يمكن له أن يؤسس لنظرية فلسفية مهما كان اتلاعه كبيرا أو عميقا عدا مخ الهدرة الخدمة التي خدمها سيلوت في خدمة كبيرة ومسح معناها المكان والزمان ومسح ويمكن تناسا فكرة الخوف إذا كان يولي كيمة السرس شوية منه به برش يولي خايف هو أحكي على برش والبرش عليه خطر مش موجود على مستوى الفرد شوية خوف يولي سترس ويدزك بش تنطج ولا تعمل عمل الإنساني به يولي على مستوى المجموعة ما عادش ما يجي كان خايف على خطر المجموعة تنطج معناها تصور للخوف فيه برشا ميثولوجيا شوف أنت العلاقة عن الإنسان الإغريقي مع مجموعة الآله أنتو الكل الآله خايبين فماش إليه به ديما العلاقة مع الآله هي علاقة سراع ناخذ المثل مثلا سيزيف سيزيف عقبوه الآله بشي قوم بعمل عابثي في هذا حجر يطلح الفوق يعني يعني يعود يعود إذن أين إمكانية إيجاد السعادة في عمل العابثي كمي يقول لفوق يمجيني سيزيف أغو هنا أستاذ عياذ يمكن تدخل فكرة السعادة إذا كان نربطها بالعلاقة مع الخالق الظالم نحن في تونس نقول وراه هو الحاكم ظالم بتبيعته وإذا خسيمك الحاكم مش كون مش تخاس ما بالوك لو كان الظالم هذا هو الخالق بعينه والسردية المتعلقة بالخوف دائما تستهدف الخالق وممثله على الأرض اللي هو زيدا يقوم مقام الخالق ويهدد كيان الفرد بش ننصج طريقة معناها مقاربة على أساس يكي نقول العملية عملية التدين إذا كانت جمعية سقطت في معناها النفاق عملية الخوف إذا كان وليت السردية تولي معناها عملية لا عريقة لها بالفرد لأن المجموعة تسقط في بؤرة من المجموعة من المجموعة من المجموعة التي قال تسقط 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 لها على لسان شخصية من شخصية من المجموعة من المجموعة من المجموعة في المقام المجموعة عن انفعال باتوس خاص بالإنسان هذا الانفعال في الواقع وقعت أنه هو دراسته من خبل عديد من الفلسفة خصوصا في الفترة الحديثة أذكر على سبيل الذكر هوبس سبينوزا يعني قلت لسيما في الفلسفة الحديثة وهو مفهوم مرتبط بالترقب وفكرة شر القضية ليست قضية تحاضر فقط يعني هو الذي يحدث الخوف وإنما هذا الخوف يمكن أن يتعلق بما ننتظبه وبفكرة شر ما يمكن أن يحل بنا قلت لوجه الارباك هنا يكمن في أنه نتحدث من ناحية عن فعال ربما مشترك بين سائر البشر ولكن في نفس الوقت نتحدث عن تاريخ الذي يوحي بالتغير والتبدل والتطور كأننا هنا نربط نجمع بين أمرين مختلفين ربما كان أجد أن من الصواب أن نتحدث عن تاريخ المخيف المخيف هو الذي بالفعل موضع تغير عبر التاريخ ربما هناك ظواهر أشار ظواهر مشتركة يعني عندما نتحدث عن الأوبئة هذا قديم وحديث وربما سيحدث المستقبل تبيعة الحال أعتبر أنه بالفعل يمكن أن نتحدث عن التاريخية وتاريخانية المخيف وليس الخوف في حد ذات وشكرا شكرا شكرا لأستاذي القدير سي لطفي عيسى شكرا لكافة المتدخلين أيضا بالفعل المبحث جديد ومغري وسوف في الحقيقة أقدم بعض الإضافات وفيها بعض التساؤلات التي أرجو يمكن أن تكون منفذا جديدا لكتابة تاريخ الخوف في الحقيقة هذا الهجس سكنني في مدة ليست ببعيدة كثيرا عندما خبثت في دراستي مصدر جديد والأستاذ لطفي عيسى أشار إلى أهمية كتب الطبقات والتراجم في زيارة مبحث الخوف في إطار زيارة هذا اليومي الذي يمكن أن يجدد ويكون منفذا جديدا لزيارة ماضي البشرية نحن في التاريخ ندرس ماضي البشرية من خلال منافذ والخوف بالفعل سوف أتطرق إلى مسألة الخوف كونه كان أيضا دافعا لإنتاج المعرفة في الزمن الماضي يعني أنه كان دافعا أيضا للكتابة المعرفة بمنطق نخب الزمن الماضي ليست المعرفة كما ننتجها نحن اليوم المعرفة أي إنتاج أخبار الزمن الماضي وهنا بالفعل مسألة المصطلحات التي أعطيت لموضوع الخوف أنا أضيف إلى الجائحة وجملة المصطلحات ما قاله مثلا الجودي القيرواني بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يتحدث عندما عندما أراد أن يبرر سبب سبب إنتاجه مرة أخرى لتاريخ أعلام القيروان كان يقول السبب هو لتجاوز الغمة الأزمة بالنسبة إليه هي الغمة لتجاوز الزمن الصعب لمدينته ولو أنه لم يفصل وقال هذا الكلام لأنه تأسى بأحد القيروانيين الذين ترجم لهم أيضا أو أعاد ترجمة حياتهم ابن أبي زيد القيرواني الذي قال كتب النوادر والزيادات في عصره في زمن الوباء والشدة فكان بالنسبة إليه الجودي القيرواني بين نهاية القرن 19 و أوسط القرن العشرين كان يكتب لتجاوز الزمن الصعب لمدينته وهذا وهذا ما يحيلني على مسألة ربما الأستاذ لطف عيسى يعطينا تفصيلات أكثر حول هذه المسألة الخوف والانتماء الاجتماعي لكل مجتمع خوفه أو نوعية الخوف الذي ينتجه أو الذي يكون قادحا لإنتاج معرفته لكن لكل فاعل الاجتماعي أيضا نوع الخوف وهنا أعود إلى الجودي القيرواني الذي أعرف تجربته كان يخاف كتب لكي يتجاوز شدة مدينته لكن كذلك كتب لتجاوز أزمة الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها وكذلك ولو أنه لم يقل هذا الأمر في كتابه لكننا بتقاطع بين ما كتبه الجودي وبين ما تركته لنا وثائق الأرشيب عن شخصية الجودي كتب لأنه خاف من الظاهرة الاستعمارية التي عايش بدايتها إذن الخوف لكل فاعل اجتماعي يعني في الأخير لكل فاعل اجتماعي نوعية الخوف الذي يدفعه لإنتاج معرفة ما بين ظافرين تدافع على الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إلي شكرا شكرا لك تدافع تدافع اغلب الناس يقول لك الخوف ما عندوش قوة وما عندوش تأثير انا في الميدان حبيت كيفاش ندخل بالضبط بس ناجم سؤال انتها يتفهم احنا في الميدان الاقتصادي والمالي ختم اختص الخوف هام جدا 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 بالاقتصاد والدول حتى الدول العضة والخوف عندو يحتسب وعندو فرمولة تعو اسمو لنديس دولابر فيكس لنديس دولابر فيكس هذي امايكا ونسو كل حسبو لانو لنديس دولابر يعتك شنو والوضع الاقتصادي والمستثرة مستعد باشي يشتغل والله احنا توف اللنديس دولابر فيكس اقل من خمسي هو من خمسي تطع يبدو واحد لانا لنديس دولابر هذي تونس احنا يعني في تونس توا ينقلك عليش لانا كتمشي انت السوق المالية لنديس دولابر تشوف كل هالاواق المالية الكل تحت الايامات قاعدة تطيعوا بنوك قاعدة تسقط الايامات بنوك قاعدة تسقط دومينو يعني الصحة وهذي عنده تأثير على الاقتصاد كي عندك التأثير على الاقتصاد يتسبب بك ما يسمى الاقتصاد ما يمشيش وانت الغالة العيشة قاعدة تغلى 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 والتأثير بتاع المجاعة والمجاعة الخوف وحنا في الاسطور متاعنا جدود نحكيونا على المجاعات الكل وبارميه لزنديس يجي تقول له كيفاش عندك سبعتاش نلود خمستاش يقول لك العربة يموت بالمجاعات نجيب في انتم الغوف ثم باحثة في المكتبة الوطنية عملت باحثة اليس فأنتمت معا الموبيلزاة في الموبيلزاة التعبية كي ماشي في فرنسا في الكلوني انتاحة جبدت على تونس وجبدت وثيق وهو عندي هنا حتى في الواحد كيفاش تقال تعبية وتعبية شنو وتأثير تاحة تهز الجنود لكن تهز المواشي وتهز القمح وتهز الكل خاصة واحد وهذاك خلق مجاعات خلق الناس والتخايف ولهذا أنا بالنسبة لينا لندي اسمه الخوف هام جدا ويجب مشوفوه من جميع النواحي ونقول لك احنا توا حتى في تونس لنديس دولابير عالي جدا جدا وفي العالم الناس كل خايفة خطر تخلنا مغيما يقول لناس كل آنة من ميدان القصر تخلنا دونزينجير مونديال يعفوه الناس كل ايكونوميك مش بسلاح متقلق شوح ومشي تدخل فيها وكل واحد يجبت في السلاح انتعو انا نجبك بالبترول انتي تجبتني بالقمح وهم ماشي وهذه هي سببتع مادامك انتي ونافوه اتدي ومشي تدخل فيها شكراً لأستاذنا العزيز الكبير أستاذ محمد المحجوب شكراً كذلك لأستاذ على هذا التحليق فوق الزمان وفوق المكان أنا اسمي قطب مونير بودالي باحث الحضارة بجامعة الزيتون الحقيقة الأستاذ الذي تحدث قبلي فكرني بكتاب كنت قرأته تقريباً 30 سنة اسمه صناعة الجوع خرافة الندرة يعني هي صناعة تستسل تعلم المعرفة فكل شيء صناعة حتى الخوف هو صناعة أيضاً وبما أنه صناعة يمكن أن يفعل ويمكن أن يسيطر عليه ويمكن أن يوجه في هذا الشأن الذكر والدي رحمة الله عليه اسمه نوري البودالي ولود 20 مارس 19 وتوفى 25 جافي 2009 المفكر الستراتيجي كان يقول لي كلمة كانت تربكوني ونقول له عجب زعمل مش العكس لو كان قلتها ما نعرفش هل هي من عندياته من زبدة الزبدة اللي إن شاء الله يتنشر بحولها اسمه أو قواعد الحكم وإلا ما نقول من مطالعاته الرهيبة كان يقول لأن الناس يحتاج لأنه يحتاج لك لأنه يحتاج لك لأنه يحتاج لك لأنه يحتاج لك لذلك الخوف يعني ضرورة هي حاجة إنسانية أنتو كيفاش تصنع أو توجه أو إذلك ولا في أي مجال هل هو في مجال مجال واقعي جسيون رسيونال دو لأبار أنتنمان دو لأبار وإلا هي تخرج وتند عن السيطرة والفهم وغير ذلك في هذا المجال تحدث أستاذي ومتعني لحقيقة بأمثلة عديدة ذكرني بالذهب في تاريخ الإسلام بالسيوط في تاريخ الخلفاء بغيرهم غيرهم اللي كنت نتبع أتتبع بالعام بالعام بالفترة بالفترة بالمكان بالمكان وكانوا وذيك كنت نظنوا تاريخ غير مطروق ولكن بيين لي لطفي بأنه فعلا فم بحوث فيه وهي هاك الجانب اللي ما يتعلقش بالمولوك والأمراء وكذا في مقص الواحد وإنما بالجوائح فكنت نقول في عام كذا وقعت عاصفة في عام كذا وقعت الثلج في عام كذا وقعت زلزال وهذا في الحقيقة ما هوش حاجة ثانوية بالنسبة للتاريخ هو يظهر في صلب التاريخ لأنه يصنع التاريخ أو يعمل يعمل تحول في المجال التاريخي مجال إنساني في هذا المجال يعني مثلت مثلا أشارات الساعة أو علامات الساعة اللي تحدث عليها الأستاذ أشار له أشارات معناها دقيقة والأحقيقة تفتح أفاق كبيرة تاريخنا أو نظرتنا للزمان أحنا نربط مع الأستاذ من عشور يعني نظرتنا للزمان هل هي نظرة ديناميكية وإلا نظرة خطية ثم هل هي نظرة تصاعدية ولا نظرة تأزيمية نظرنا لي عموما النظرة إلى الزمان هي نظرة من الحسن إلى الأسوأ العصر المثالي الذهبي الطيب إلى خيره هو العصر الماضي في نقطة زمنية ثم بعد ذلك يقع التدهور إلى أحداث الساعة الإسكاتولوجية وغيره وغيره ومن هنا كان في كل في كل فترة في كل أزمة في كل لحظة في كل منعطف إلا ويرى فيه المسلمون والعرب يرون فيه أنه من علامات الساعة مؤشرات الساعة ناهي كأنه حتى في الظرف الحالي زلزال تركيا من علامات الساعة كذا من علامات الساعة الحرب الأوكرانية الروسية لعلها تكون من علامات الساعة إلى خيره يعني حادثة أو توجس أو توقع النهاية والكوارث حاضرة في الحقيقة ومن هنا الراء اللي فما نصوص من الماضي تتحدث على المستقبل وقعد تأثر في الواقع نصوص من التراث من الماضي أحيان ترجع لألاف السنين تتحدث على أحداث مستقبلية سوكي أدفيندرا ولكنها في حقيقة الأمر قعد تأثر في واقع البشرية في كل عصر بما فيه عصر الأحمر نحن قاعدين نتحدث الآن على جوج ومأجوج وأن الحقيقة عندي بحث رسالة جامعية سميتها هاجس الخطر الداهم في الثقافة العربية الإسلامية من خلال قصة يأجوج ومأجوج كما جاءت في سرديت رحلة سلام الترجمان إلى سب يأجوج في عهد الوافق العباسي 230 تقريب هجري والتي رواها صفة انفرادية غريبة ابن كرداذب في كتابه المسالك الممالك ونقلوها عليها الناس الكل حتى من خلدون وغيره دون كثير نقد ولاد كثير تمحيص وهي في الحقيقة فيها كثير مما يسميه بالنص المخترق أو النص الأمنشاج لأنه تلقى نص من هون يدخل فيه نص آخر يتركب عليه شوية من الأساطير المتاعك الشعوب مع واقعة تاريخية مع زمن لا زماني ومكان لا مكاني هذه هي الإشكالية فمثلا يجوج تحولوا إلى عنصر خوف ليس على أنهم من المستقبل بل تحولوا من كونهم بشر كسائل البشر موجودين في شرق المنطقة الإسلامية وأن خطرهم متأتي من الشرق بشكل أتراك يتحكم في الأيجور وغير ذلك في كذا الزمن إلى كائنات تخيلية كائنات لا إنسانية وإذنهم مكبار النيابهم مكبار الواحد منهم ما يموت ألا ما يخلف ألف إلى خير إلى خير فهذا مما يغذي الخوف وثتاما مطلوب مننا من خلال مثل هذه الملتقيات ومثل هذه الدراسات أن نخلص ركائم جبال الكثيرة مختلطة في تراثنا وهاتنخلص الصح من الخطأ من خلال نظرة منهجية علمية لظاهرة الخوف أو لأي ظهرة من الظواهر الأخرى هذه هي اللي حابيت نقوله يعطيكم الصحة فنجيت في الحقيقة لما سمعت بالندوة هذه لأنها تخص خصيصة أبحاث وهاتمامات شكرا شكرا لك سيدة هوده الكافي شكرا لك محمد شكرا لك سيلة في عيسى على هذه المحاضرة أنا أريد أن أوجه سؤال مؤرخ سيلة في سؤالي هل أن الناس في الماضي كانوا يخافون كما يخاف الناس اليوم معنا أنا لدي شعور أنه في عصرنا ونحن عشنا وباء في المدخلة متاعك قمت بذكر عديد يعني الرخت للأوبئة والجوائح أكثر مما الرخت للخوف عندما نركز على مسألة الخوف أعتقد أنه في عصرنا الحاضر نشهد نوع من الصناعة التقنية الدقيقة للخوف يعني أنه نحن نذهب إلى عالم السينما إلى عالم الألعاب الإلكترونية إلى غير ذلك إلى ما يقوم به الخبراء في مختلف في مختلف الاختصاصات معناها الأطباء في وقت الجائحة كانوا من أكثر الناس الذين غذوا مشاعر الخوف الرجال الاقتصاد أو الخبراء الاقتصاديين كما يذكر المختص في الاقتصاد هم أيضا من الخبراء الذين يسعون ويقومون بما يعني يبذلون جهدا كبيرا في تغذية الخوف يعني نحن اليوم أعتقد أننا أعتقد أنا على حق أو لا أننا تعودنا على الخوف إلى درجة أننا لم نعد نخاف حقيقة معناها أصبحنا نشعر وكأن كل هذه الآليات كل هذه الثقافة التي نعيش فيها مصنوعة لتخيفنا أولا ثم لكي تتمئننا فيما بعد وتقولنا لا تخافوا وستمر الأزمة إلى غير ذلك وبالتالي يقع سياستنا يقع تدبيرنا بالمعنى بهذه الكيفية وبالتالي يعني عندما ذكرت أنت منذ حين مسألة أدب المواسات يعني كأن الأدب سابقا كان يذكر أو كانت وظيفته هي غير وظيفة العلماء والحبراء وصانعي السينما إلى غير ذلك اليوم يعني اليوم كانهم يريدون أن يفعل كابيتاليزي لابير وبالتالي هي مورد رزق هام جدا لهذه الصناعة في حين أنه ربما في السابق كان هناك أدب وظيفته أطمئنة ومواسات الآخرين وجعلهم لا يخافون بالدرجة المتلوبة مع التذكير أنه أول شريط وثائقي حول الثورة في تونس في 2011 كان عنوانه لا خوفة بعد اليوم لموراد بالشيخ وأعتقد أنه هو على حق في هذا العنوان شكرا شكرا سيد دهود مدام شابوتو أبو لأبو لأبو أبو أبو لأبو 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 شكرا 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 كما أرى أنت ناسك في ناسك. فهو يجب أن يكون لدينا حقالة على المعارضة. وفي نحن نحن في المعارضة على المعارضة في المعارضة. حسنًا، كما أننا نحن في المعارضة العبو-إسلامية أم يتحبه جدا في حم كذر على المعروك على المعروك ، نعم لبقل ، نعم لبقل ، على أين سيشرسة ، نعم لنشغل ، نعم لنشغل ، ، نعم لديهم ، ، نعم لنشغل ، نعم لذلك Moi ce que je voudrais en tant qu'historielle, c'est de dire de faire attention à cela. Simplement de faire attention à l'évolution du vocabulaire de l'expression de la peur l'expression de la peur ها existe. Elle est généralement liée, si on laisse la peur de Dieu, qui est la peur donc interprétée par les religieux et par l'homme d'une manière générale, et puis la peur des catastrophes naturelles. Et parmi ces catastrophes naturelles, la peur, la peur des maladies, des pandémies d'une manière générale. Vous savez que par exemple, les pestes médiévales, c'est la peste d'Emoïs, Taoun l'Amouès, et Moïs c'est devenu l'Amouès, du VIème siècle, et après il y a eu la peste noire. Et un grand chercheur polonais qui s'appelle Jermek, qui a travaillé à Paris, a établi quelque chose qui va dans le sens de ce que je viens de te dire, c'est qu'une pandémie chasse l'autre. C'est qu'après la peste, il y a eu d'autres maladies. Dans cette pandémie qui chasse l'autre, on arrive comme ça au COVID. Je ne vais pas aller plus loin, c'était des petites remarques, je te remercie. Merci. J'ai essayé ce sport qui consiste à parler à la fois de l'Occident et du monde musulman, mais tu l'as fait un petit peu en sacrifiant le monde musulman. Et tout à l'heure, quand tu as parlé de Suyoti, avant Suyoti, qui était le disciple, l'élève et l'admirateur d'Ibn Khadoun, a écrit un traité des famines. Ce qui serait bien aussi, c'est de rassembler tous les mots qui définissent la crise, comment l'appellent dans nos textes. C'est très, très important. Oui, absolument. Voilà, le vocabulaire de la peste. Bon, je ne vais pas être… J'étais la dernière, j'étais sage, vous voyez, je laissais tout le monde parler avant moi. Mais je ne pouvais pas ne pas parler. Merci bien. Parce que nous voulions que vous ayez le dernier mot. C'est ça. Merci Mohamed. Merci d'avoir assisté à notre rencontre et d'y avoir participé aussi. Merci, Mounira. Donc, je vous rends la parole, professeur Lotfi Aïssa. Je voudrais dire peut-être deux mots avant ça. Oui. C'est que philosophiquement… C'est que philosophiquement… C'est que je ne sais pas, Mohamed. Je ne sais pas, je n'ai pas travaillé aux archives, mais la réputation… de Sinori Budel est dépassée à les archives, le lieu des archives. Les personnages dont il a parlé à la fin, tirés du livre d'Ibn Khaldesba, ce sont des personnages qui existent dans les textes de l'Antiquité. de ne pas se tromper sur cette… C'est juste un petit détail important quand même. Ce qui signifie qu'Ibn Khaldesba, et ce n'est pas étonnant, et les premiers qui ont écrit en Orient, par les traductions, connaissaient les textes antiques. Voilà. Merci. Donc, je voulais dire que philosophiquement parlant, le texte fondateur de la réflexion philosophique sur la peur demeure quand même celui d'Aristote, dans la rhétorique, qui a été repris par deux grands commentateurs arabes, notamment c'est Ibn Rushd, puis Talchis al-Khataba, et Ibn Sina, dans Talchis al-Khataba aussi. Et que l'essentiel de ce texte d'Aristote, c'est que la peur, c'est d'abord une anticipation. Nous avons peur parce que nous anticipons, parce que nous savons à peu près ce qui va se passer. Et donc, c'est un peu pour rejoindre ce que vous avez dit, Syriav, tout à l'heure, justement, dans l'anticipation, c'est-à-dire dans le savoir anticipateur de ce qui va avoir lieu, nous essayons de l'éviter. Mais alors, le problème vient de ce que, quelquefois, nous ne pouvons pas anticiper, parce que nous ne savons pas ce qui va arriver. C'est peut-être le cas aussi de l'angoisse. Donc, tout le travail, c'est ce que nos amis psychiatres nous disent, tout le travail du psychiatre consiste à ramener cette angoisse, c'est-à-dire cette absence d'objet, à une peur, c'est-à-dire à une connaissance de l'objet. Oui. Merci. شكرا على مجمل هذه التوضوحات وخاصة مجمل هذه المداخلات لثراءها يعبر في آخر الأمر على أن الهدف من هذه المحاضرة قد حصل لأننا في آخر الأمر تمكننا من مناقشة أشياء اختلافية وكذلك أشياء نتفق حولها جميعا في تخصصات تبدو متباعدة عن بعضها البعض لكن في الحقيقة في آخر الأمر هناك وشائج حقيقية بين هذه التخصصات اليوم يعني nous avons des représentants vraiment de plusieurs disciplines على la fois des historiens, des sociologues, des filozofs, des juristes, des psychologues, etc. Tout ceci d'une importance capital يعني مهم جدا اليوم كي نحكي معنا نحن نعيش في القرارة الواحدة وعشرين في الأخر من أجل نعيش كل واحد في الاسطادل متاعه وكل واحد يشتغل بالطريقة متاعه إلى آخره طبعا الجانب الخليفي في المسألة هذه هو إلى أي حد نبقى نو ريسون فيديل نو سكو سكو نو بريتندون قناتر فمتني إذا كان نحاول نحل عينينا أو نمد عيننا على شيء قاعد يخدم في غيرنا والعملية هذه ماشية عملية بسيطة خطر وفاة نخرج من لازن دول كونفور ريال اللي نعرفها ولي نحن نعتقده في آخر الأمر أنه هي جانب يخصنا نمشي الأفضية أو الأماكن أخرى مختلفة والأماكن هذه أنو زنغيشي غيالما اليوم الإستوار التي تكري سوريونيشيل مونديال جلوبال وانا مش نيئنا نحكي في الحكاية هذه يعني من أربع عينات القرن الماضي معنا من نهاية الحرب العالمية الثانية فقت البشرية بين سور الموند ونغلوساكسون من الأول وبعد ذلك خلطت في آخر الأمر المدرسة الأخرى للتفكير في التاريخ من وجهة نظر كونية لأن كل محاولة لإعادة سياغة ما يسمى بالمقييس مهمة جدا لفهم الذات لأن المقييس في آخر الأمر مكاني أو زماني مهم جدا لكي نستوعبو هذا طبعا نجمو نختلفو مانا جستمان كمان إكسبيكتون لإحادة سياغة في العالمين فكرة مهمة وهي فكرة تحيل على مجموعة من هاشاشات وهذه الهاشاشات نقرأها مثلا في كتاب فرانسوار طوغ حول يعني لفات أن نؤمن اليوم بكتاب ما حاجتنا إلى كتاب التاريخ كأن هارتوغ يتحدث بهذه الطريقة ما حاجتنا اليوم لكتاب التاريخ ونحن نعيش حاضرا مستمرا لا يريد أن ينقطع وفات كأننا في أخل الأمر ينغلق علينا دائرة ويتعينا علينا أن نفكر بطريقة أخرى donc vous voyez un petit peu يعني لأسpect linéaire de la conférence ou le fait justement de choisir une période et de كيف أشي قل وفا faire valoir l'évolution par rapport justement à une certaine vision statique j'accepterai volontiers qu'elle est totalement anthropologique وفات كأننا نعتقد في أخل الأمر وفات كأننا نعمل في وفات كأننا نعمل في أخل الأمر وفات كأننا نعمل في أخل الأمر ce n'est pas dans la prétention que j'ai envie vraiment de m'inscrire j'ai envie de m'inscrire dans كيف أشي قل وفات كأننا un décloisonnement réel ما وشي كلم خاطران نحكي وديما ديما على المسالة ذي بالكلمة ولا ننجيزها فعلا على مستوى القراءة والكتاب bien entendu justement وقت اللي نفرق أو نبعد ما وقعنا طبعا في آخر الأمر فناقع في أخطاء وأنا يعني كيف أشي قلو فاها أبرئو نفسي من الوقوع في ذلك مثلي مثل غيري عندما يشتغلوا على أشياء مثل هذه لكن مقصودي من هذه العملية وهذا وهذا الهام في اعتقادي معناها أول مبديد قلت راو لست مختصا في تاريخ الخوف ولم أراكم ما عنديش مقال واحد في تاريخ الخوف حتى أدعي في آخر الأمر أني أعرف هذا المجر قلت أني نعم نعم معكم جولة فيما حاولت أن أطلع عليه لنكتب شيئا ما حول هذا التاريخ من خلال مصادره وليس حديث هكذا على العواهن ما هي مصادره كيف نتحدث عنه من كتب عنه طبعا منيشني مش يعني لن آتي على كل مصادر مادام شابوتو بكري تحدث على وكذلك غيرها من عرشي في القاعة زاد روسي تحدث على المقريزي في خططي أو في غيره في غيره من النصوص على أساس أن النصوص يمكن استغلالها لذلك محمد علي بكري تحدث على الجودي لماذا الجودي يعرض على نفسه مواصلة ما بدأه غيره منذ محمد بن بيزايد القيرواني طبعا تحدث عنه كريواني اللي همنا القراوة كيفاش يغزر القراوة معناها سكان مدينة القيروان كيف كيف زادها بالنسبة للمدينة تونس قطر نلقوهم في الجريد نلقوهم في السحل نلقوهم في قروان نلقوهم في تونس نلقوهم في برشا بلايس هالناس هذوم يكتبوا في الأخر يحبوا يتحدثوا على عدم انقطاع الزمن كما يتصورونه ماهوش الزمن الجديد لأنه هذه قضية في الأخر التروما جاي من أن الزمن يتغير وهم مقرون العزم على أنهم يبقوا في مواقعهم الأصلية أو أماكنهم الأصلية شوف فما تلاثة مستويات يلزمنا في آخر الأمر انبتوا فيهم إذا كان نحبوا نتحدثوا على الثقافة العربية الإسلامية في اعتقادي أنا هذا اعتقادي شخصي ونخرجوا الآن من موضوع الخوف حتى أتحدثها بشكل سمحوني حتى اللي ما نجمشي الرد على مجمل الأسألة في الحقيقة إذن هي في الأخر كيفاش يقوله سيدي ريكشون سيدي كيشون ديفينيتيف سيدي ريكشون اللي زادوا للا كنفيرانس لأنها زادت لي أشياء وقدمت لي إضافات مهمة جدا في اعتقادي لكن ماهو شي بالتناظر بالاختلاف وهذا مهم هذا مهم جدا كانت حدثوا مثلا على مدام شابوتوكا بكري تحدثت على أنه سكان مصر كانوا يستحضرون البخاري كل في أزمنة الخوف عندما تحصل أزمنة الخوف يقرؤون البخاري طبعا التقليد هذا موش خاص بخواص حتى نحن عنا في آخر الأمر هذا التقليد لكن علش في تونس السيمة الطاغية على مستوى هذا النوع من التهيب من الخوف من المرض من العجز من الإجاحة من الطعون من كل هذه الأرزاء حتى من الموت ذاتها شنو الدالج عند التونسين شنو الشيء اللي يستعملوه أكثر شنو الشيء اللي يوافق تماما كيفاش يقولوا وافق ذائقتهم واللي هو عنده طبع فني اللي هو حزب اللطيف كين ناخذ حزب اللطيف علش تونسة ديور معناها أنا سماء انتريجي لفيت أنهم الخاصة هم الذين يقرؤون حزب اللطف اللي شادوا لي والعامة يرغبون في الاستماع إلى إنشاد اللطيف فحسب هم لا يحفظون حتى وإن يقرؤونه لا يستوعبونه من الداخل البينما يتقاسمون دايور في العشر في العشرين سنة الأخرانين الحزب اللطيف اللي هو حزب خاص بخواص يتم في فضى ضيق وحتى أصحابه ما يحبوش يتصوروا قبل نحكي ما يحبوش يتصوروا ويحبوا يبقوا في خلواتهم ويستعملون ذلك خطر يقولوا اللي البركة حقيقة بركة حزب اللطيف لا تتم إلا دون الإسپاس بريدي أن إسپاس كلو كما العزلة كما نقول نحنا الإزولوار كما كما الزاوية علش ولا يعني إسدنتفي مام جسما حزب اللطيف إسدنتفي غيال كما بالنسبة للإنشاد السوفي اليوم نفس الشي نجد في آخر الأمر أنه التداوي هالتعافي من خلال اللفظ الكلمة في النص القرآني يتحدث على النفط في العقد للسحرة لكن أيضا هناك سحر للتعافي وسحر لاستجلاب السعادة حتى نعود للربط مع ما أثار وسعيار طبعا الاستعمال الخوف أو توظيف الخوف لاستجلاب السعادة هو كيف يقول جزء لا يتجزأ من مهمة السلطة لأن كل سلطة في آخير لابد لها في آخر الأمر أن تستعمل أي سلطة يمكن أن نعترف بها إذا لم تكن مهابة دير كلمة مهابة السلطة مهابة مهابة مش معنى كذا ودير السلطة على قطة بالخوف هي علاقة كويرسيشون ما هي شي علاقة فيولانس لأنه كل ما تحاولت السلطة لا فيولانس كل ما وهذا نعرفوه طبعا كل ما تحاولت إلى ذلك كل ما آذن ذلك بنهايتها وذها بفصلها المبدأ المبدأ في آخر الأمر هو كيف تستعمل كيف تستعمل الخوف كيف توظف هذه المسألة في الحياة اليومية للأشخاص نعم ايه طبعا لأنه في الأخير اليوم شوف في الأخير ليلة عندك الحق في الأخير اليوم هل غادرنا موقع الخوف حب نرجع للمسألة هذه لأنه مسألة مهمة جدا مدام كيف قالت حاجة مهمة جدا بكري تحدثت على تسليع الخوف كيف يتباع ولا بيضع يعني اليوم في آخر الأمر الأجيال الجديدة طبعا نحن معناش نمخيز سور سي جنراشون خاطر كيف هم يتمثل المسائل هذه ينجم يكون تيرابيوتيك زادار أو موش بضرورة ديما ديما ديستوبيك لأنه تمزو جوانب فما جانب ديستوبي فما جانب الهلع ويعني الاشتغال عليه ووضعه كيف ناخذ مثلا جيم اف ترانس يعني يعني ناخذ هذه لعبة يعني يعني يقض اللي جزو عليهم الملوك الكراسي العروش العروش ولا لوج العرش ولا لعبة العروش ما يعود إلى العصور الجليدية عودة إلى العصور الجليدية والخوف وسراع بين الملوك وهنا نرجع للعالم والكون والخوف سراع بين الملوك للحصول على هذية يعني يعني هال الحديدية وليس حديدية الفولة العرش الفولة الوصول إلى العرش الفولة وه معناها لانجومة جسما ده جنرات هذو ما الجنرات ايغراج وبعد الجنرات ايكس اللي سما وطو باللسام هذو ما معدش الجنرات كما نتحدث عليهم نحنا اللي يتحدث في آخر الأمر على العلاقة بالخوف كسلعة لكن باتولوجيا وهناك جوانب ايضا تحيل على شكل من اشكال التعافي ده يخذوها من نظر العب وقت اللي نقرأ الحكايات الشعبية متاعنا الحكايات الشعبية الخروج من فضاء الجماعة يعني فضاء المدينة فضاء المصور لأن الحكاية كيف يقول تنسجو تنسجو عند المستقرين الحكاية مش سجا لأنه فما فرق بين الحكاية في التحرك والحكاية في الفضاء المستقر الحكايات في الفضاء المستقر هي حكايات تعود الأطفال الصغار طبعا نحن عارفوا هذا تعودهم على الالتقاء بالغيرية المختلفة في فضاءات يسميوها فضاءات بالعامية يسميوها فضاءات بلاد لغوال ولهوال يعني الأماكن التي نخشاها نخاف منها ويتعين علينا أن نتحوى تمنا لكن لابد من الحديث عن هؤلاء حتى يستطيع الطفل أن يتمثل الخوف تدريجيا إلى أي حد غادرنا إلى أي حد هذا بشري كل هذا مهم جدا لتمثل هذه الجوانب بكري حبيت نكمل بهذا بكري معناها التدخل الأولاني بالكل تعسين محمد تعرض الحاجة مهمة جدا على عمره في علاقته بحكاية الجاحظ قلت أنت حكاية على الجاحظ أي سيساء أتى على الخوف والإثبات أنا اللي فهمت في آخر الأمر أنه هناك حكايات تحكى وهناك حكايات يتعين أن نتفادها أن نبت فيها لأنها ستزيد منسوب الخوف الجماعي وأنا اللي يهمني في الأخير ليس الخوف الفردي الخوف الفردي هو شيء ملازم للأفراد ويدخل فيه الجوانب النفسانية والحسية والتعود وكل ما هو كيف يقول إندسپنسابل بالنسبة لحياة الأفراد والأخير هو شيء تطالما إندسپنسابل يعني خاطرها معناها كما قال محمد بكري في الأخر خاطر أنه تطالما إندسپن 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 لا يهمني أنا وقت لي أن الخوف تتحول إلى شيء قهري إلى شيء يجعل المجموعة لا تفكر إلا بطريقة ما ولا تريد أن تغير موقعها وهنا نلقى ثلاثة أشياء كما قلت لكم بكري ونكمل هكا ثلاثة أشياء هذه هي الآتي الشيء الأول ما العلاقة التي يمكن ربطها بتاريخ ما قبل الإسلام بالنسبة لفضاءاتنا العربية المشرقية وأيضا المغربية حتى نفهم بشكل أفضل الحضارة العربية الإسلامية هل لدينا هل لدينا وهذا رو مشكوك فيه سمحوني نحكيش عن المؤرخين نحكي عن المختصين نحكي على جماعة التونسين بشكل عام أو جماعة المغاربين أو جماعة المشرقة هل لديهم تمثل لهذا التاريخ الانديس بطن في هذا اللي يقول لا اللي هو شنو اللي هو عندما يصعد السسم الإمام على المنبر يوم الجمعة عماذا يتحدث هو يتحدث عن مرحلة بعينها فقط ويقف عندها يعني تغيدي جسما أه كيف يقول هو هو تاريخ وعظي له علاقة أصر قوية بالإسلام وبما حققه الإسلام هذا جانب مهم جدا إذا في وعينا الجمعي ما تماشي إثارة لعلاقتي ما قبل الإسلام بالإسلام حتى عندما يصعد الإمام إلى المنبر فإن هذا الأمر بالنسبة لي هو لاحظ في الكنائس المسيحية وغيرها من الأماكن هناك هناك علاقة حقيقية بين القديم وبين المحدث ثاني حاجة ثاني حاجة هي أفضليتنا بالنسبة لغيرنا يعني عندما ننظر إلى أنفسنا دائما وتاريخنا لم نبرح الاعتقاد في أننا فأننا باستطاعتنا أن نعود إلى ما كنا عليه من الغالبة هالأمر هذا يجب أن ننهيه تماما أن نتحول إلى أمة من الأمم قادرة في آخر الأمر على أن ترتقي وقادرة أيضا أن تتحمل أيضا الأدوار الغير جيدة من تواريخها جانب أخير وثالث وهذا مهم جدا وهذا يتعلق أيضا بالخوف هل حقيقة نحن استثناء في العالم أم لا هل حقيقة نحن استثناء استثناء بالمعنى السلبي طبعا بالنسبة كما تعرض إلى ذلك العديد من أولئك الذين برروا لحضور الاستعمار وليس من ضعاف الفلاسفة بل من كبار الفلاسفة الذين اعتبروا أن وجود الغيرية الحضارية هي القادرة على إنهاء أمرين الاستبداد الشرقي والجانب الثاني اللي هو لمدو بخودكشون زياتيك يعني النمط الإنتاج الآسيوي اللي هو مبني على الصخرة ومبني على جولان اليد في متاع الغير ومبني على افتكاك مالي غيرنا يعني كل ما هو في آخر الأمر يؤدي إلى إنشئنا نهاية الحضارة على من وجهة نظر عبد الرحمن النخالدون معلش لو حاولنا أن ننظر إلى هذه الجوانب ونبت فيها من وجهة نظر علاقتها بالخوف كإنشئنا منظومة أو كنظيمة جماعية لفهمنا جيدا في آخر الأمر أن هناك أسئلة نحن جامحون إلى حد يوم الناس هذا عن البت فيها والإجابة عنها إجابة مقنعة ككل الحضارات والثقافات الأخرى شكرا شكرا سيدوتسي لن أطيل الحصة أكثر أعتقد أن هذه الحصة كانت جيدة إلى حد كبير وخاصة بما سمحت به من التبادلات ومن الأسئلة ومن الأجوبة ومن التفاعلات الفكرية والعلمية المهمة جدا أدعوكم إلى حفل شاي في يعني القاعة المخصصة لذلك